موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وحلقة جديدة من الأهلي في كل مكان وإن شاء الله بكرة مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كل توفيق للنادي الأهلي في مباراته اللي هتكون حاسمة في مشوار صعوده إلى دور التمانية قبل ما نتكلم معه حضركم على كل شيء متعلق بالمباراة من أحداث وأخبار هنروح لبتسوانا في جبروني ومقر بعثة النادي الأهلي مع زميلي محمد سعيد علشان نتطمن معاه على بعثة النادي الأهلي ونتكلم معاه في مباراة بكرة والأجواء العامة وأكيد هو عنده جديدة علشان يطلعنا عليه نروح لمحمد سعيد ويكون معانا على الهواء مباشرة من بتسوانا وهنتكلم معاه محمد برحب بك على قناة النادي الأهلي محمد برحب بك يا عمر أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أكيد وجودك في مقرب حصلت في تمرينة النادي الأهلي الأخيرة يعني عايز أعرف منك كل التفاصيل الخاصة بالواقع الأخيرة التي تمت في التمرين عايز أطمنك على بحثة فريق النادي الأهلي في هذه اللحظات البحث الحمد لله أنهت التدريب بشكل جيد جدا ووصلت إلى فندق الإقامة ما بين إنهاء التدريب والوصول لفندق الإقامة كانت في بعض التفاصيل يعني قد تكون صغيرة كبيرة لكن نحن نشرحها للسادة المهشاهدين وممكن صورناها صوت وصورة المشهد بشكل عام بصراحة كان غريب جدا يعني بعدما الفرقة أنهت التدريب في حدود الساعة السابعة والربع من مساء اليوم توجه الجهاز واللاعبين بعد مغادرة أرضية الملعب إلى الحفلة التي ستقل على الفريق من ملعب الوطني بيبتسوانة إلى فندق الإقامة فجأة وجدوا كل الأدوات والأشياء التي تخص البيعسة وأدوات التدريب متوجدة على الأرضية ولا الأوتوبيس والحفلة ليست موجودة وبالتالي أجريت اتصالات من خلال الأستاذ خالد الدرندالي رئيس البيعسة وتدخل الكابتن محمد يوسف مدير القرى والحمد لله في هذا التوقيت كان متواجد المنصق العام للمباراة من ملاوي والمنصق الإعلامي من كينيا كانوا متواجدون مع بحثة فريق الناجي الأهل في هذه اللحظات داخل أرضية الملعب وأمام الإستاذ الوطني في العاصمة البيتسوانية جابروني بقدر الإمكان حاول يعرف المشكلة فين أو الأزمة فين يعني هل الأوتوبيس تحرك نتيجة أزمة عرضة أو فيه عطل فني في الأوتوبيس فيجب أتوبيس بديل لكن محدش بلق بشكل رسمي النضاح حصل فبالتالي كانت في تكهونات كثيرة حول هذا الأمر تدخل المنصق العام لي المباراة وأجرى اتصالات بمسؤولي تون شب خاصة أن الغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي أو قبل أزمة موضوع الأوتوبيس كانت الأمور تسير بشكل جيد وكان هناك تعاون كبير جدا من خلال رئيس نادي تون شب فبالتالي كان هناك اتصالات مستمرة من الجانب الإداري ومع الأستاذ خالد درندري رئيس البيعسة لكن في نفس الوقت وأنت بتحل الأزمة وعايز تعرف أبعدها كنت حريص بشكل كبير على عودة اللعيبة من المران مباشرة إلى الفندق لأن الجو بارد وبعد ما التدريب انتهى قد يتعرض اللاعبين لنزلات برد محتاجين استشفى ومختص تلجي بعد المران البدني والمران الفني فكل هذه العوامل كانت بتقارك الجهاز الفني وكانت بيسعى بشكل كبير لعودة اللاعبين مباشرة من الملعب إلى فندق الإقامة وكسب مزيد من الوقت حتى لا تتفاقم أزمة أو تحدث أزمة للعبين في ليلة هذه المباراة الهمة جدا وبالفعل نجح الأستاذ خالد درندري رئيس البيعسة والطاقم الإداري من خلال كابتن محمد يوسف مدير الكرة في توفير بعض السيارات الخاصة داخل الاستاذ الواطن ما بين سيارات ملاكي وصيارات تاكسي وعربيات تحرك اللاعبين إلى فندق الإقامة وبالفعل قسمت المجموعات اللاعبين إلى ثلاثة أو أربعة مجموعات وتحرقوا بعد ثلاثين دقيقة من حدوث الأزمة بسرعة إلى فندق الإقامة لاستكمال إجراءات التدريبات المتعلقة بها التدريبات الاستشفائية والاستعداد للعاشة والمحاضرة الفنية لكن بقى الجهاز الفني ورئيس البيعسة داخل الاستاذ الوطني مع المنصق العام للمباراة ومع المنصق الإعلامي لحل هذه الأزمة وبالفعل بعد مزيد من الاتصالات الهاتفية فجئنا بعد ساعة إلى ربع من نهاية المران بعودة الأوتوبيس وتحجج صائق الأوتوبيس أن أكاوتش الأوتوبيس أو بعض الكاوتشات في الأوتوبيس كان هناك فيها مشاكل تقنية ومشاكل فنية فذهب إلى إصلاح هذا إلى عطل ثم عاد إلى البيعسة عايز أكد لك على معلومة باترس كارتيرون ألها أثناء هذه المشكلة وأثناء هذه الأزمة عندما كان يقود منتخب مالي في التصفيات الأفريقية لكاس الأمم في السنوات السابقة حدثت معه نفس الأزمة وهو يواجه منتخب بيتسوانة في التصفيات الأفريقية بعدما انتهى منتخب مالي من التدريب الرئيسي ليلة المباراة فوجأ بأن الأوتوبيس غير موجود وحدثت نفس الأزمة لكنه يعني ظل متواجد هو وبعثة منتخب مالي في الاستاذ لمدة ساعتين إلى أن انتهى الأزمة وعاد الأوتوبيس فبالتالي نجح الجهاز الإداري في حل الأزمة وتدخل الأستاذ خليد الدرندالي رئيس البعثة في نهاية هذه الأزمة وعدم تصدير مشكلة للعبين في ليلة المباراة لكن قدر الإمكان يعني مش هنتكلم في شكوى رسمية أو أزمة أو يعني موضوع احنا شرحناه بالزبط زي ما تشارع يعني وسط وصورة معاك وطبعا كل عطا كانوا حاضرين وأكدوا أنه هم هيرفعوا تقارير بهذه الأزمة وبالطبع ده هيسكر لي مراقبة المباراة غدا بإذن الله في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء دي كانت النقطة أو الشائكة الوحيدة في بحثة فريق النادي الأهلي واللي تمت في الساعات الأخيرة أو قبل ساعة من الآن يا عمر داخل معسكر فريق النادي الأهلي والاستعداد ليلة هذه المباراة بالطبع فيه تفاصيل كتيرة يعني عبدأ معك واحدة واحدة إذا كنت عايز تسأل بقى عن التمرين والاستعداد الفريق يعني أعود لك بالكلمة وتسأل بقى عن المرحلة القادمة وإزاي الفريق يستعد لهذه المباراة طبعا محمد مش أول مرة الأهلي يعني عنده خبرة أفريقية كبيرة جدا الأهلي بيتعرض لمواقف بيعرف يحلها بالخبرة الموجودة بالقيادة الفنية الموجودة سواء من رئيس البعثة أو من المدير الفني والمدرب العام أو مدير الكرة وبالتالي الأهلي قدر أنه يحل الأزمة وينتقل إلى مقر الإقامة علشان اللعيبة تكمل باقي البروغرام الخاص بليلة مباراة غد إن شاء الله أقول لي آخر الأخبار الموجودة هل ممكن نقدر أن أتوقع تشكيل هل محمد هاني رسميا هو اللي هيكون موجود مكان أحمد فتحي بكرة إن شاء الله ولا ممكن نلاقي تشكيل مختلف عن لقاء برج العرب الأخير في دوري الأبطال طيب يا عمر أنا أكلمك على أرض الواقع وبما رأيناه في أرضية الملعب والتدريبات سواء اليوم أو في الأيام القليلة الماضية والتدريبات التي سبقت تقليلة المباراة لم يتحدد بشكل رسمي من خلال التأسيم الفنية أو التدريبات وشغل التكتيك في الملعب الشكل النهائي والتشكيل الرسمية التي تقدر من خلالها بمجرد ما رأيتها بعينك أن تذكرها لي جماهير النادي الأهلي بأن هذا اللاعب في المركز الظاهر الأيمن وهذا في مركز رأس الحربة لكن كان هناك تعثين في مسألة التشكيل وعدم وضوح الرؤية في مسألة التشكيل تحديدا في مران الأمس وفي مران اليوم هناك شواهد قد تؤكد بالطبع عدد معين من اللاعبين قد تقترب من 70 إلى 80% من التشكيل الأساسية لكن من خلال تأسيمة رئيسية 11 لاعب بالزبط سيبدأ بهم كارتيرون وده حصل في التدريبات الأخيرة أو تدريب للك المباراة لم يحدث إطلاقا وهناك بالتأكيد أسباب عديدة لدى الجهاز الفني وباترس كارتيرون تحديدا اليوم هناك وسائل إعلام بتحضر هذا التدريب بتصور أول ربع ساعة التدريب بيقام على الملعب الرئيسي قد تكون هناك أعين من مسؤولي تاونشيب لمتابعة تدريب الأهل ليلة المباراة فبالتالي كل هذه الأكيد الأطر لدى الجهاز الفني بيتبحها وعلى دراية بيها من خبرات الأهل الأفريقية وخبرات بارترس كارتيرون لكن من مصادرنا تقدر تتكلم أن مركز الزهير الأيمن لا بديل عن وجود محمد هاني كبديل لأحمد فتحي لأنه كمان باسم علي المقايد في القائمة الأفريقية لم يتواجد مع البئسة هنا في تاونشيب نتيجة أنه يتأهل أو لم يكون جاهزا للمشاركة في المباراة نفس الأمر أحمد فتحي خلاص غائف يلعب مكانه محمد هاني لا بديل عن علم معلول الأساسي في الفترة أخيرة أنه يتواجد فيه التشكيل الأساسية سليف كليبالي وساعد سمير في مركز قلب الدفاع وإن كان هناك تدريب من 48 ساعة منذ 48 ساعة الجهاز الفني فقر كده في شكل معين أنه يبدأ بأيمن أشرب بجوار سليف كليبالي وساعد سمير لكن هذه الفكرة تلاشت في تدريب الأمس وتدريب اليوم ولم تظهر أو لم تتقرر مرة أخرى في حرص المر محمد الشنان في وسط الارتكاز حسام عشور وعمر السلي أمامهم مؤمن زكريا وليد أزارو أصبحت الحمد لله حالته البدنية والفنية جيدة شارك اليوم في التدريبات بشكل كامل بعد إصابته بالأمس وكانت هناك شقوق حول لحاقه بمباراة الغد لكن مشابتته اليوم بتؤكد أنه جاهز لكن يتبقى في النهاية القرار الفني لبترس كارتيرون أزارو اليوم ظهر بشكل جاد فيبدأ به غدا ويدفع به منذ البداية وليد سليمان جونيور أجياء أحدهما سيبدأ بجوار مؤمن زكريا أو البدء بالسلاسي مع بداية المباراة إذن تتكلم في نسبة تشكيل 80% تقترب من نفس التشكيلة اللي بدأتها المباراة السابقة واللي فاز بها الأهل بسلاثة أهداف مقابل لشيء عمر مع الوضع في الاعتبار أن الجهاز الفني من خلال رؤيته للتشكيلة يعني يعتبر أن هذه المباراة تختلف اختلافا كل وجزئي عن المباراة السابقة لأن هذه المباراة البعض قد يعتقد أنها سهلة بعد الفوز بسلاثة أهداف في المباراة الأولى لكن الجهاز الفني من خلال رؤيته للتشكيلة وأجواء المباراة وظروفها هذه المباراة مختلفة تماما عن مباراة برج العرب محمد يعني عايز أعرف منك بكرة اليوم هيمشي إزاي المباراة تكون الساعة ستة بتوقيت القاهرة هو نفس توقيت بتسوانة اليوم بكرة هيمشي إزاي أنت كنت كمان موجود في أرض الملعب فهتقدر تكلمني على أرضية الملعب وعلى حالة الأستاذ سمعنا أن الملعب بيتسع إلى 22 ألف الطبع 18 ألف تسكرة لكن الحضور هيبقى حوالي 5000 عايز أعرف بقى منك صحة كل الأسئلة اللي أنا سألتها لك أولا يا عمر أنا أكلمك على التذاكر ساعة اللي ستت بالفعل زي ما ذكرت 22 ألف تسكرة تم طرح 18 ألف تسكرة في السوق لكل الجماهير لكن موضوع 5000 تسكرة ذكرى في الاجتماع الفني بشكل تقريبي من مسؤولة تونشيب أن التذاكر التي يبيعت حتى هذه اللحظات تقترب من هذا الرقم لكن منذ الصباح حتى موعد المباراة غدا لا نعلم بالتأكيد هل التذاكر زادت عن هذا الحد هل الجماهير هنا تشتري التذاكر قبل المباراة بساعات قليلة فتفاجئ أن غدا الملعب ممتلعا آخري مع الوضع في الاعتبار أن مباراة تونشيب مع كامبالا سيتي في الجولة الأولى الملعب كاد أن يقترب من النفاذ بالكامل يعني حوالي من 18 إلى 20 ألف متفرج كانوا متوجدين في الملعب فبالتأكيد هذه الملعب ليست فيها معلومات دقيقة أو محددة سنتأكد منها غدا إن شاء الله أثناء الذهاب إلى ملعب المباراة لكن أرضية الملعب يعني أنا عجبتني بصراحة لفتة طيبة جدا من الجهاز الفن وبتر السكرتيرون بدأ المحاضرة النهاردة مع اللعب في أرضية الملعب أن نشاهزين نتكلم على الأرضية وأن الأرضية غير جاهزة وأن الأرضية ليست على المستوى المأمول في مباراة البطولة الأفريقية هذه الأرضية نواجهها وتتواجد في الدور المصري وفي ملعب كثيرة نلعب عليها في الدور المصري وفي أماكن كثيرة الأهل يتدرب عليها في القاهرة وفي مصر وبالتالي موضوع أرضية الملعب الجهاز الفني طلب من اللاعبين عدم الحديث عنه أو التركيز فيه أو التفكير فيه حتى ليلة المباراة أو في مباراة الغد وأكد لهم أن هذه المباراة تحتاج إلى 11 مقاتل في الملعب أي لاعب سيكون لديه تفكير ولو بنسبة 1% أن المباراة قد تخرج بتعادل إيجابي أو الأهل سيعود بنقطة لا أحتاجه في هذه المباراة أريد 11 لاعب يسعى للفوز ليس إلا والعودة بالثلاثة النقاط وبالتالي أرضية الملعب ليس هناك مجال للحديث عنها طالما الجهاز الفن واللاعبين لا يتحدثون عنها لكن من خلال رؤيتي ولما نزلنا أرض الملعب وسألت الجهاز الفن وشفت أرضية الملعب أرضية الملعب سيئة جدا جدا العشب قصير جدا الأرضية طينية فبالتالي أنت بتلعب على أرضية تقترب من الحضائق أو التنزهات ليس أرضية ملعب كرة قدم دي الصورة اللي موجودة في أرضية الملعب الملعب صغير ليس طبعا بالمساحة الكبيرة رغم نساعة المداركات 22 ألف لكن الملعب قريب جدا أو المداركات قريبة جدا من أرضية الملعب يا عمر بكرة اليوم هيمشي إزاي تتحركوا الساعة كام للملعب المباراة الأهلي هتناول الغابة الساعة كام هلا يكون فيه محاضرة فنية في مقار ربعثة الإقامة ألا هيكون ميستر كارترون هيكتفي بمحاضرة فنية من داخل الملعب قبل المباراة أبدأ معك عن برنامج فريق النادي الآلي من اللحظة اللي بكلمك فيها الساعة دلت بالزبق الساعة 19 في محاضرة فنية للعبين والجهاز الفني في هذه اللحظات داخل إحدى القاعات الكبرى في فندق الإقامة هي المحاضرة الفنية قبل الأخير استعدادا لمباراة الجد لكن هذا البرنامج يبدأ من الساعة العاشرة صباحا ولأول مرة داخل معسكر فريق النادي الآلي في بيتسوانة منذ أن وصلنا يوم السلساء الماضي أول مرة يكون الإفطار إجباري على كل اللعبين غدا في الساعة العاشرة صباحا كل اللعبين بالاستثناء الإفطار غدا إجباري خلال أيام القليلة الماضية كان الجهاز يعطي فرصة للعبين للراحة والإفطار يكون اختياري عشان يدي فرصة أن اللعبة تحتاج فترة كبيرة من النوم والراحة داخل الغرف في فندق الإقامة لكن غدا الإفطار الساعة العاشرة صباحا توقيت إجباري في محاضرة فنية في حدوث حوالي الساعة الثالثة عصرا ثم التحرك في الساعة الثالثة والنصف الرابع إلى ربع في هذا التوقيت إلى ملعب المباراة ملعب المباراة قريب من فندق الإقامة بالزبط حوالي 5 كيلو متر يعني بالسيارة أو بالعربية حوالي 10 دقائق بالزبط غدا كمان يوم أجازة فالطريقة هيكون سهل جدا للوصول للإستاذ بسرعة وفي هذه المدة المحددة وطبقا للاجتماع الفني الفريق لابد أن يتواجد في ملعب الوطني في جابروني هنا الملعب الرسمي لأستديف هذه المباراة في الساعة الرابعة عصرا قبل موعد المباراة بساعتين الفريق ينزل لداء عمليات الإحماء الساعة الخامسة إلى 10 دقائق ثم المباراة تنطلق بقيادة تحكيم كيني في الساعة السادسة مساء ثم نهاية المباراة وبعدها المؤتمر الصعفي والعودة لفندق الإقامة بعد النهاية ونتمنى يا رب تكون نهاية سعيدة والفوز بالسلاس نقاط ثم في اليوم التالي الفريق يغادر هنا من بتسوانا في الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد ليصل في صباح يوم السنين القادم إن شاء الله بعد اقتناس سلاس نقاط مهمة واعتلاق الصدارة مع الترجي التونسي في انتظار برضو هذه النتيجة المهمة هذه المباراة الهمة مباراة الترجي التونسي وكامبالا سيتي في أغندا ستكون مباراة حسيمة ونقاطها مفصلية في نتيجة مباراة الأهلي وتونسي لكن النقطة أخيرة كمان عايز أأكد عليها عمر ممكن معلومة مهمة لكل المتابعين للشعن الأهلاوي والاستعدادة في المباراة الأفريقية الفترة الأخيرة مايكل ليندمان بيتعامل مع ضغط المباراة والاستعداد الرسمي والفريق بيبدأ فترة إعداد في الفترة الأخيرة وداخل على مباراة أفريقية وعند ضغط مباراة في البطولة المحلية فبالتالي بابين درجة حرارة عليها في درجة برودة هنا في برودة هنا في بيتعامل على أساسها يبدأ يعمل مقياس للعضلات والتدريبات البدنية جزء علمي مهم جدا بيتميز به الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي من خلال جهاز فني متميز بيقوده باترس كارتيرون ومعه الكابتن محمد يوسف بالتأكيد أحد القيادات الرياضية في النادي الأهلي واللي سبع معاه الفوز بيق البطولة الأفريقية ومايكل لندمن مدرب الأحمال وباقي أعضاء الجهاز المعاوني كابتن سامي أمصان والكابتن مصطفى كمال والجهاز الطبي والإداري لكن نتمنى يا رب التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة والعودة بالثلاث نقاط إليك الكلمة عمر محمد أسألك على الجانب البتسواني إذا شايف إزاي الصحافة والجمهور بيتعاملوا مع المباراة وشايفيني وجود النادي الأهلي في بتسوانا نادي القرن من أعظم الأندلة موجودة في أفريقيا وفي العالم يعني عايز أعرف إزاي جانب البتسواني شايف المباراة هل هما شايفيني المباراة صعبة؟ هل هما شايفيني أن فريق تاونشيب قادر أنه هو يعمل نتيجة إجابية ضد النادي الأهلي؟ هل هما شايفيني لا نادي طبعا صعب أن تاونشيب يكسبه وبالتالي هي مباراة فقط لاستعراض اللعيبة لما استعراض قدراتهم ومهاراتهم وعرض مباراة جيدة قدام النادي الأهلي؟ عدا معاك بتصرحات المدير الفني السربي لفريق تاونشيب نيكولا كافوزوفيتش اللي تحدث النهاردة عن أن المباراة صعبة جدا 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 وأكد أنه يلعب أمام فريق يعتبر رقم واحد في القرى الأفريقية لكنه أكد على معلومة غريبة يعني قال لي صدر معلومة للإعلام هنا في بتسوانا والجماهير إنه إذا خسر هذه المباراة لا توجد أزمة أو أي مشكلة لأنه سيبدأ الاستعداد دي البطولة الأفريقية القادمة التي ستنطلق في أواخر شهر نوفمبر من نهاية هذا العام الإعلام والصحافة هنا لا تتحدث كثيرا عن المباراة أو عن متل عن قرة القدم بشكل عام دايما أحداثهم بتتركز فيه منشتات الصحف والصور التي نتبعها من خلال هذه الصحف عن ألعاب القوة ودوري الرجبي اهتمامتهم أكتر بعيدا عن قرة القدم لكن في المؤتمر الصحف اليوم يبدأ أن الاهتمام الإعلامي يبدأ تدريجيا الاهتمام بأهمية المباراة في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة نرده كان فيه صحفيين كتير جدا فيها المؤتمر الصحفي كانت هناك العديد من الاستفسارات والأسئلة للمدير الفني السربي اللي تاون شب عن أهمية هذه المباراة لدرجة إن أحد الصحفيين هنا سألوا عن لماذا تحدث في المباراة الأولى وفي المؤتمر الصحفي في برج العرب إنه لا يعلم أي شيء عن فريق النادي الأهلي عاد مجددا المدير الفني السربي وأكد إنه يعلم كل شيء عن فريق النادي الأهلي كاسم وكتاريخ لكن الحديث عن المباراة كرة القدم والأحاديث الفنية التاريخ ليس هو المعيار وأنه كمدير فن عنده أزمة داخل الجهاز الفني أن الاستفى المتواجد معاه كتحليل أداة وكتحليل فني داخل فريق تاون شب هناك أزمة في الإمكانيات والأدوات وفي الأفكار الفنية فبالتالي قبل أي مباراة بي عنده أزمة إزاي هيواجه الفريق اللي يلعبه وإزاي إمكانيات الفريق اللي يلعبه فبالتالي هي دي نقطة اللي كان يقصدها إنه ما كانش عنده ماتيريال كويس للأهلي أو هايلايتس أو تحليل فني مميز لفريق النادي الأهلي نتيجة ضعف الاسطاف الفني اللي شغال معاه فعشان كده كان بيأكد إنه هو يقصد إن الأهلي تاريخ كبير لكن ما شافوش أفريقيا للفترة الأخيرة من ضعف الاسطاف المتواجد معاه لكن بشكل عام يرى إنها مباراة صعبة عارف إنها مباراة كبيرة عارف إن الأهلي عنده إمكانيات متميزة جداً وبيتمنى بيقول إننا إذا فوست بكرة هيبقى شيء إيجابي ما فوستش ده شيء عادي الضغط أكتر هو من وجهة نظر أهلي الضغط أكتر هيكون على فريق الأهلي لأهلي فريق بطولات عايز يكسب عايز يكمل فيه البطولة الأفريقية ووجه رسالة الجماهيرو إنهما يقفوا جنب فريقته لغاية المباراة بإذن الله ما تنتهي وإن لو كسب يستمر الدعم ولو خسر يسندوه عشان يستعد لي البطولة الأفريقية القادرة محمد بشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معايا في الأهلي في كل مكان وضحت بشكل كبير كل ما يدور في بوتسوانا وآخر الأخبار وتوضيح صورة موقف الأوتوبيس الخاص بتمريلنا النادي الأهلي وإن شاء الله كل توفيق للنادي الأهلي بكرة وكيد هتكون بكرة معنا علشان تطلعنا على كل ما هو جديد وترجع بألف سلام إن شاء الله أنت والبعثة وبالثلاث نقاط إن شاء الله شكراً محمد سعيد من بوتسوانا تابعنا مع حضرتكم الموقف اللي حصل يمكن موقف مالوش لازمة لكن هو بيحدث في البلاد الأفريقية وإن مستر كارتيرون اتكلم وقال لما كان بيقود منتخب مالي أمام المنتخب البوتسواني في تصفيات أفريقيا حصل نفس الموقف واضح يعني واضح إن فيه مشكلة لكن الأهلي طبعاً يعني الأهلي مش هتدخل في تصعيد الموضوع زي ما محمد قال واكتفى فقط بأنه كان فيه مرائب من الاتحاد الأفريقي لقورة القدم وشاف الوقع وبالتالي هيبلغ بيها مرائب المباراة بكرة إن شاء الله لكن الأهلي ده مش هيأثر عليه تماماً الأهلي عارف هو رايح ليه وعلشان إيه إن شاء الله المكسب والثلاث نقاط والعودة بنسبة كبيرة بالفوز والصعود لدور الثمانية يعني هاخد من كلام محمد وقبل من نروح للأخبار عايز أعرف حضراتكم شوية على فريق تاونشيب فريق طبعاً مغمور أفريقياً بطل الدوري البوتسواني دوري البوتسواني خلص هو بطل الدوري لعب 30 مباراة عنده 66 نقطة فاز ببطولة الدوري وفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني اللي كانت المنافسة ما بينه وما بين الفريق صاحب المركز الثاني يعني الدوري البوتسواني خلص أخد البطولة أول مرة يوصل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا نادي تأسس سنة 1961 زي ما احنا سمعنا أو شفنا الملعب هو الملعب الوطني اللي موجود في جابروني ده استاد فريق تاونشيب ساعة الاستاد 22 ألف متفرج ومن سنة 1980 بيحاول فريق تاونشيب أنه يدخل مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكنه بيفشل بيفشل و2018 بينجح أنه يخش مرحلة المجموعات وزي ما احنا سمعنا من محمد أن المدير الفن تكلم في تصريح أنا شايفه أنه يعني ممكن يكون بالاتفاق مع رئيس النادي أن هم موجودين في بطولة دوري أبطال أفريقيا فقط لوجود بعض الخبرات اللي هتساعدهم بعد كده والبناء أكيد كل نادي بيكون لسيستم معين كل نادي بيكون لعقلية معينة في التفكير هم شايفين أن بطولة الدوري نجح أنه يفوز بيها وده يعتبر الهدف الرئيسي بالنسبة له لكن بطولة أفريقيا لو حسبها بالعقل هو صعب يعمل أي إنجاز مع التلات أنديها كلهم أقوية جدا خاصة الأهلي والتربي فبالتالي هو شايف لو بكرة حصل أي نتيجة سلبية ده مش هيأثر تماما على موقف الفريق وبالتالي الدعم هيزيد من رئيس النادي في المطولة الأفريقية القادمة علشان يدخلوا فيها لكن بقول حرككم من سنة 1980 لحد 2017 كانوا بيفشلوا في بلوغ مرحلة المجموعات كانوا بيخرجوا إما من أدوار تمهدية أو بيخرجوا من الجولة الأولى وبالتالي فريق تونشيب بينجح أنه في 2018 يصعد إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي الأقوى في أفريقيا على مستوى المجموعات أما المدير الفني اللي محمد كان بيتكلم معاكم طبعا ما حضراتكم عليه والذي أنا أقول لحضراتكم نبزة مختصرة عنه هو مدير فني سوربي نيكولا كافازوبيت أما أبرز المنتخبات أو أبرز الفرق اللي ضربها في مسيرته التدريبية أو منتخب سريلانكا أو منتخب تاجكستان وضرب أيضا في نادي استقلال دوشنبي في إيران دول أبرز الأندية اللي ضربهم في مسيرته اللي أنا شايف أنه صغير في السن عن 43 سنة وبالتالي يعني ضرب منتخبات وضرب فرق بياخد خبرات عنده يعني قدر أن يفوز مع فريق تونش بطولة الدوري وأنا بالتالي هيفة طبعا أنه هو يتحسب له كنحية إيجابية لكن تصريحاته وكلامه أكيد طبعا حتى لو بلتكلم على فريق أنه ما عندهش فرص وعارف أنه فرصته ضعيفة ما ينفعش لمدير فني يطلع ويتكلم ويدلي بمثل هذه التصريح حتى لو ما عندهش فرص بالتالي لازم يدي دفع الفريقه حتى لو يقدمه مباراة جهيدة لكن الحمد لله أنه هو في مصلحة النادي الأهلي كل الناس عارفة قيمة واسم النادي الأهلي في أي مكان مش بس في بوتسوانا ده في كل قارة أفريقيا دايما الناس بتروح تتفرج على ظاهرة النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي ده نادي كبير وعريق وإزاي عنده النجوم دي كلها وإزاي قادر يكون زعيم القارة الأفريقية وحصل على النادي القارة حاجات كثيرة جدا في المنظومة اللي احنا شفناها ده موقف بغسيط جدا جدا موقف الأوتوبيس زي ما احنا سمعنا وشوفنا أستاذ خالد الدرندالي وكابتن محمد يوسف حلوا كل حاجة في سانية الموضوع كان بسيط جدا الموضوع كان سهل جدا وبالتالي نتخيل سيناريو غير نتخيل سيناريو إن مش النادي الأهلي مش الإدارة اللي موجودة مش النجوم اللي موجودة كان هيبى فيه شكوى هيفضلوا قاعدين في الملعب ما كانش هيبى فيه حد عنده قدرة أن هو يفقل لكن الصعب امتى او امتى الشخصيات القوية والشخصات اللي عندها التزان والشخصات اللي عندها فكر إداري عالي جدا بتعرف تبان بتعرف تبان لما تتحط في أزمة زي ما أنا قلت إن النادي الأهلي مش أول مرة يقع في أزمة النادي الأهلي راح في ملاعب نعم بتكلم من السبعينات والثمانينات إن النادي الأهلي دايما بيلعب في ملاعب الدنيا تقويرت في أفريقيا يا جماعة يعني لما يكون معايا نجوم إن شاء الله في الفقرة التانية نجوم النادي الأهلي الكابتن أمين عرابي وكابتن فاوزي سكوتي هنتكلم معهم على المواقف في أفريقيا وإن إزاي ممكن تتعرض لمواقف قد ده مراتين ثلاثة يعني اللي احنا بنشوفه في أفريقيا وبنسمعه طبعا محده شايت له غير لما يكون موجود بيشوف بعين فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي تصرف كان فيه أكثر من عربية ملاكي أو أجرى نقلت اللاعبين لفندق الإقامة طيب ممكن حدي ما يكونش يبتابع معايا ويقول لي طب هما ليه ما استنوش الأوتوبيس بدهم رجع أو ليه ما حلوش الأزمة وكده كده هما عندهم وقت لحد ما عاد النوم أو ما عاد المحاضر رفا نيه أقول لحضراتكم إن كان فيه وقت أو ما عاد متحدد لبرضه اللي استشفاء اللاعبين قبل المباراة وكان فيه عاشا وكان فيه محاضرة فنية وكان فيه معاد للنوم فبالتالي الثلاث مراحل دول محتاجين إن لعيبة النادي الأهلي محدش يتأخر وإن هما دايما المنظومة اللي نجحة اللي بتبص على النظام اللي محطوط ليها وبالتالي بتنفزه بحزافيره ممكن حد تانية ضغض عن موضوع العاشا أقول لي العاشا مش مش مشكلة ممكن يعني يتأخر شوية لكن المهم مش يكون في المعاد أنت خمس ست أيام نسافر باللعيبة معودهم كل يوم على افطار على غدا على عشف الموعيد معينة علشان طبعا إحنا عارفين إن الجو برض فلما الجو يكون برض عند اللعيب كرة القدم بيبقى الحرق عالي أكتر فبالتالي ميستر مايكل ليندمان أكيد ودكتور هاني أخصائي التغذية مع الشيش محمد الدالي أكيد أكيد عاملين نظام معين وعملين نظام يخدم العامل البدني للعبي النادي الأهلي فطبعا تم موقف وتحل الحمد لله وبالتالي خلص ووصل النادي الأهلي إلى مقر باعثة الإقامة أكلم مع حضرتكم على سنة 2013 2013 الكابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي اللي هو حاليا موجود مدرب عام والقائم بأعمال مدير الكرة للنادي الأهلي حصل الأهلي في 2013 في دوري الأبطال أزمة لكن في النهاية الأهلي صعد إلى نهاية البطولة وحصد البطولة في القاهرة كلنا أكيد يعني فاكرين أحداث المباراة النهائية طبعا وفاكرين إزاي الأهلي وصل بصعوبة ليه بكتلم على 2013 علشان نفس الموقف اللي أهلي مر به في 2013 هو الموقف اللي بيمر به الأهلي في 2018 الأهلي في 2013 أول مباراة لعبها كانت أمام نادي الزمالك نادي الأهلي تعادل واحد واحد في أول مباراة ليه في دوري أبطال أفريقيا بعدها خسر 3-0 هنا في القاهرة في الجونة 3-0 من فريق أورلاندو بايرتس والأهلي يعني عنده نقطة واحدة من مطشين وبالتالي الأهلي في أزمة وفي مأزة قبيل جدا وبالتالي إيه اللي أهلي عملوا؟ روح النادي الأهلي موجودة عزيمة النادي الأهلي موجودة يعني طبعا دي لقطات من المباراة أو المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2013 والأهلي توق بيها في ظروف صعبة جدا جدا وطبعا يعني كان آخر مباراة لمحمد أبو توليك اللي أعلم بعديها الاعتزال لكرة القدم لكن الأهلي بقول لحضراتكم أن كان في نفس المواقف عنده نقطة من مبارتين وبالتالي الأهلي استعاد هبته استعاد روحه استعاد روح الفنلة الحمرة قدر أن المباراة اللي بعدها لما يروح يلاعب ليوبارد في الكونغو كسب واحد صفر وبعدها المباراة تلعودة في القاهرة كسب اثنين واحد بعدها فاز على نادي الزمالك أربعة اثنين وآخر مباراة أورلاندو بايرتز في جنوب أفريقيا هتعادل صفر صفر وتوج بالبطولة الغالية زي ما حضراتكم شايفين كابتن واقل الجمعة كان كابتن النادي الأهلي وهو اللي رفع الكاس الغالية جدا جدا محببة لجمهور النادي الأهلي فبحكي المواقف ده علشان إن شاء الله يكون كلنا عندنا إيمان وعندنا يعني حتى لعيبة النادي الأهلي وكمان الحلو واللي بيصادف فيه المواقف إن كابتن محمد يوسف كان المدير الفني اللي موجود هو المدرب العام اللي موجود حاليا فبالتالي يقدر ينقل الأجواء للعيبة اللي لسه جديدة بالنسبة لها دوري أبطال أفريقيا لكن دايما قدروا اللي بيكون موجود في النادي الأهلي إنه هو يبقى دايما محطوط تحت ضغط إنه هو يكون بيقاتل في أرضية الملعب أي أن كان بتلعب فيه بتلعب على ملعبك أو بتلعب خارج ملعبك الأهلي ما عندهوش حاجة اسمها برا ملعبه أو جوه ملعبه الأهلي جوه زي برا لازم بيروح وعينه على الفلاس نقاط وبالتالي دي كانت نقطة مهمة جدا حبينا نتكلم فيها مع حضراتكم علشان نوضح الموقف للي مش فاكر ببطولة 2013 وبطولة 2018 هنتكلم على حكم المباراة علشان نكون خلصنا مع حضراتكم كل ما يخص أحداث مباراة بكرة إن شاء الله ونبدأ نتكلم على الأخبار اللي موجودة لكن حكم مباراة بكرة إن شاء الله هو حكم كيني الجنسية عنده 34 سنة موليد 20 إبريل 84 حكم للأهلي مباراة وحيدة فقط حكم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للزمالي كمام سونداونز وأيضا ليه وقعة شهيرة جدا لو الوقعة جاهزة معنا هنعرض الحضراتكم وإحنا نتكلم عليه في مباراة فيتا كلوب وفريق الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا إن كانت الوقعة الأشهر في دوري الأبطال بالنسبة للحكام إن كان هيتم الاعتباء عليه من قبل فريق أو لعبي الهلال السوداني دولة تدخل الشرطة لحماية حكم المباراة حكم المباراة هحكي لحضركم بالتفصيل تاريخ تحكيمه للمباراة طبعا هو دولي من 1-1-2010 فهو بقاله 8 سنين دولي فواضح إنه بدأ مجال التحكيم بدري جدا وأنا شايف إنه 34 سنة ده كمان لسه صغير وبالتالي قدامه لسه العمر علشان يحكم لكن لو تكلمنا على بطولة دوري الأبطال حكم فيهم 12 مباراة وبطولة أفريقيا تحت 17 سنة 2017 حكم لقاءين وبطولة أفريقيا 2013 تحت 17 سنة حكم مباراة وحيدة وبطولة أفريقيا تحت 20 سنة 2015 حكم مباراة وتصفيات كأس العالم في أفريقيا حكم 3 مباريات أما تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم يعني أتكلم على أول حاجة تصفيات كأس العالم تاني ده طبعا اللقطة اللي بنقول لحضراتكم عليها في مباراة الهلال السوداني وفيتا كلوب المباراة اللي انتهت بفوز فيتا كلوب والنتيجة اللي ما كانتش عجبة ولا راضية لعيب الهلال السوداني اللي هم شايفين أنه هم تظلموا ببعض القرارات التحكمية اللعيبة بعد انتهاء المباراة جريوا على الحكم وبالتالي الشرطة قدرت تحمي الحكم والخروج دي من ملعب المباراة بأمان ودي كانت أشهر وقائع الحكم ديفيز أموينو الحكم الكين اللي هيحكم مباراة بكرة إن شاء الله ما بين النادي الأهلي وفريق تاونشيبرولرز أكمل معاكم باقي تاريخ حكم المباراة وده الحكم اللي قدام حضراتكم أول من المباراة خلصت وصفر جري والناس جريت عليه وبالتالي الشرطة كانت تحذرة جدا وصحية وأعتقد أنها نكحت فيه يعني أنها تنهي كرثة كانت ممكن تتحقق في المباراة أن يتم اعتداء على حكم ده طبعا شيء لا يصح في كرة القدم كلنا شفنا أورو يعني هنفضل نتنقول ونعيد ونزيد فيه مثل هو قارة أوروبا وفي كأس العالم حتى فيه تقنية الفار بنشوف تقنية الفار ممكن كمان أن يكون فيه ظلم لها المنتخبات لكن بالتالي يعني ما بيكونش فيه نفس السلوك اللي احنا بنشوفه فيه قارة أفريقيا من اللعيبة فيه بطولات مختلف علشان كده طبعا لازم اللعيبة يكون وعية ويكون عارفة أن الحكم حكم والحكم بشر في الأول وفي الآخر ياخد قرار خلاص هو أخذ يوق يليق بالنادي يليق بلاعب كرة القدم فبالتالي ده حكم المباراة أكمل حضراتكم على تصفيات كأس العالم المؤهلة في قارة أفريقيا حكم ثلاث مباريات وتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم الأفريقية حكم خمس مباريات أما المباريات الدولية ما بين المنتخبات حكم ثلاثة فبنتكلم على سبعة وعشرين لقاء حكمه اتنين وخمسين كرة أصفر واثنين كروت حمراء في مسيرته مع التحكيم من ألفين وعشر ومن واحد بنتكلم على نهو دولي من واحد واحد ألفين وعشر وحكم للأهل مباراة واحدة فقط لا غير لكن إن شاء الله العدد الجمهون ما يكونش كتير بكرة وبالتالي ما يكونش في ضغط على الحكم وأنا واثق وعندي طبعا أمل كبير جدا ويقين في ربنا ثم اللعبين إن اللعيبة هترجع بثلاث نقاط إلى القاهرة علشان زي ما احنا قلنا نقرر نفس السيناريو ألفين وتلتاشر مع قيادة فنية على أعلى مستوى مع لعيبة تعرف يعني إيه مسؤولية طيب خلصنا كده ما يخص فريق تاونشيب وحكم المباراة هنعرض لحضراتكم طبعا يعني جانب من أو إحدى مباراة فريق تاونشيب في الدوري البوتسواني عشان تبقوا عارفين شكل الملعب عارفين إزاي اللعيبة بتلعب على ملعابها طبعا إحنا عارفين أن طبعا طريق لعبها ده إحدى مباراة فريق تاونشيب في الدوري البوتسواني طبعا فريق تاونشيب كسب المباراة دي 2How لكن احنا هنا بنعرض لحضراتكم أرضية الملعب عاملة إزاي بنتكلم لحضراتكم إزاي فريق تاونشيب ده بيلعب على أرضه بيلعب إزاي وسط جمهوره لكن بالتالي زي ما بقول لحضراتكم هو دوري مبتدئ دوري مش قوي طبعا لكن بيحاولوا أن هم يكونوا فيه منافسة زي ما أنا قلت لحضراتكم في موقف فريق تاونشيب أنه أخذ بطولة الدوري فارق أربع نقاط فقط عن فريق صاحب المركز التالي وده طبعا بيدي للقوة طبعا زي ما حاكم شايفين ملعب فاضي تماما ده بطولة في الدوري ما فيش العدد هو الجمهور اللي موجود على يمين حضراتكم ده على يمين الشاشة هو ده الجمهور اللي بيكون متواجد لفريق تاونشيب اللي احنا بتكلم على حوالي تلاف متفرج فقط لغير لكن ساعة الملعب تتسع إلى 22 ألف متفرج ده بنعرض لحضراتكم شوية بنحاول بنحاول نحط حتة كده فنية علشان نبقى لحضراتكم ازاي فريق تاونشيب ايه المميزات اللي بتكون موجودة عنده ايه العيوب اللي موجودة عنده ازاي يستغل نادل أهلي الإجابيات والسلبيات طبعا نادل أهلي هو اللي بيلعب وبيفرد اسلوب لعبه على الفريق اللي بيلعب لي زي بقول لحضراتكم المباراة انتهت 2-1 لتاونشيب خسران 1-0 أو هو اللي كان كسبان 1-0 والفريق عادل وبعد كده فريق تاونشيب قدر انه هو يفوس بـ 2-1 ومباراة في بطولة الدوري البوتسواني طبعا نحن متكلم على ارضية الملعب اللي موجودة قدام حضراتكم هي ارضية ملعب كويسة مش وحشة مقارنة بالملاعب الافريقية اللي بنشوف الاهل اللي بيلعب عليها كل سنة بيكون موجود تطور في الاندية أو البلاد الافريقية من حيث الارضية الملعب والجمهور والعادات والتقاليد بنشوف طبعا الامور في افريقيا تتحسن كنا فين وبقينا فين كانت الملعب يعني الاهل ممكن يروح يلاعب فرع ما يكونش فيه اي وصيلة اتصالات الفنادق مش مجهزة الامر ماشي عشوائي بشكل كبير لكن افريقيا سنة بعد سنة بتقدر ان هي تطور من حيث الامكانيات المتواجدة في لعبة كرة القدم هي ما بقتش لعبها بقت مهنة بقت مصدر رز يعني كمان غير مصدر رز بتفتح على اللعيبة بشكل كبير ممكن اللعب يروح يحترف في نادي ياخد فيه فلوس اكتر نادي ياسفيد منه مجدين اكتر فبالتالي كل العامل اللي موجودة في كرة القدم بتساعد على تطوير اللعبة والاهتمام زي ما احنا عارفين رئيس نادي فريد تاونشيب هو هندي الجنسية يعني هو شاف ان احسن استثمار استثمار كرة القدم في دولة زي دولة بتسوانة زي نادي تاونشيب وبالتالي العائد المادي اكيد بيستفيد ماديا ما فيش حد عب ويخش مستثمر ويخش في بيزنس او استثمار خسرة نروح مع حضراتكم لاخبار سريعة خاصة دي النادي يالي وهي اخر الاخبار اللي موجودة قبل مباراة بكرة ان شاء الله واستعدادات النادي مباراة بكرة امام فريد تاونشيب في دولة ابطال افريقيا لكن ابدأ قبل ما ابدأ باخبار النادي الاهلي اكيد بن عزي لاعب ميدو جابر لاعب النادي الاهلي في وفاة والده اللي بعد ما عرف الخبر طبعا الجهاز الفني سمح له بيء رحيل واللاعب توجه الى القاهرة لحضور مراسم اكيد الجنازة والدفن ان شاء الله يعني ربنا يجعله في الفردوس الاعلى من الجنة والبقاء لله واكيد طبعا ميدو جابر من اللعيبة المميزة اللي اكيد وجودها بيكون فارق مع النادي الاهلي وتاني البقاء لله في وفاة والد اللاعب ميدو جابر لاعب النادي الاهلي نبدأ ما احضر لكم كده سريعا الاخبار اللي موجودة على الصحف والسوشال ميديا وايضا موقع النادي الاهلي علشان اتكلم معكم على استعدادات النادي الاهلي بكرة للمباراة والاهلي اتمرأ ان تمرنته الاخيرة استعدادا لمواجهة تاونشيب وده كان اخر تدريب اللي احنا اتكلمنا مع محمد سعيد عليه وقال النادي الاهلي حصل له موقف تعرض لي لكن الاهلي استاذ خلادي الدرندالي رئيس البعثة والكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بعمل مدير القرى قدروا انهم يحلوا الازمة الازمة اهية تاني عشان خطر لوحد لسه بيسمعنا دلوقتي وبيتفرج علينا الازمة ان فوجء اللاعبي النادي الاهلي باختفاء اوتوبيس الخاص بناء للعيبة من الفندق للملعب ومن الملعب للفندق وانه نزل كل الاغراض الخاصة باللعيبة من شونط وادوات تدريبية وكور وغير 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 وان ما كانش حد موجود الامر اللي كان فيه استياء من لعيبة النادي الاهلي ومن رئيس البعثة وبالتالي حلوا الموضوع بسرعة ان اللعيبة تنقلت عن طريق سيارات اجرة وصيارات ملاكة لكن بعدها اتفاجوا ان سواء اوتوبيس رجع تاني وقالهم كان عندي مشكلة وحلتها ورجعت لك ولكن طبعا زي ما انا قلت نادل اهلي ما تقدمش بشكوى زي محمد سعيد قال لكن كان فيه كان فيه حد من الاتحاد الافريق للكرة الخدم هو شاف الموقف طبعا وبكرة هينقل الكلام ده لمرائب المباراة قبل بدء المباراة ونروح لأزارو وكلمنا عليه مع محمد سعيد ان ازارو خلاص بعد اصابة امس كان حصله اصابة طفيفة اتمنى عليه النهاردة وانه كان موجود وانه بيستعد بشكل قوي جدا لاخد مباراة بكرة وبالتالي وريد ازارو هيكون موجود بكرة في المباراة وميستر كارتيرون تصريح في المؤتمر الصحفي بيقول لا نفكر فيه الماضي والتركيز على الفوز بلقاء اكيد طبعا مش هنتكلم على اولى مباراتين النادي الاهلي في مطولة الافريقية كان فيه مسوق توفيق النادي الاهلي ما قدرش ان يحصب منهم غير نقطة وحيدة وزي ما بقول لحضراتكم ده فكر المدير الفني اللي بيفكر صح اللي عايز يلعب على الطولة دائما ما يكونش فيه شماعات ولا يكون فيه اعذار راجل شايف ان هو عنده مباراة بكرة في الملعب بتلت نقاط لو كسب بشكل كبير جدا ان شاء الله يكون موجود في دور التمانية وده اللي بيطمح لي مصر كارتيرون في مسيرته مع النادي الاهلي اللي هيكون بكرة تاني مباراة لي على التوالي في بطولة افريقيا انا اعتقد ان المباراة الاولى ادىها فنان بشكل كويس وعلى يعني في وقت صغير جدا بتعرفه بلعبة النادي الاهلي كمان بلعبة الدولية اللي رجعت من المنتخب للنادي الاهلي اعتقد ان هو ادى بالشكل المرطوب وعجبني جدا في مصر كارتيرون ان هو مش بيقلف يعني بيلعب نفس الطريقة اللي بيلعب بيا النادي الاهلي مغيرش كتير في التشكيل ده من الثبات على التشكيل ده مهم جدا جدا بيدي عامل نفسي وفني كويس جدا للاعب داخل ملعب ممكن يتغير بعد كده كمان احنا عارفين المباراة كلها جاية وربعة لقى اللي عنده بكرة مباراة امام فريطانشيب يوم الخميس اللي جاي عنده اولى مباراة وفيقى الدولي العام امام فريطانشيب تبقى مباراة صعبة جدا وبالتالي ما فيش وقت ما فيش وقت ان هو هيقدر يستغل وبشكل جيد لاحداث بعض التغييرات الفنية في الطريقة كابتن حسام عشور كابتن نادلالي تصريح على لسان وفيقى المؤتمر الصحفي تاونشيب منافس قوي ولا بديل عن الفوز طبعي جدا لازم يدي فريق تاونشيب حقه في ملعبه ووسه جمهوره وفي بلده ولكن طبعا نادل الاهلي لا بديل عن الفوز وتتصريح اللي نقله كابتن حسام عشور وبالتالي بدن كابتن فريق بيتكلم بها هذه الروح الموجودة عند كل اللاعبي الفريق الاحمر والمدير الفني لفريق تاونشيب نحترم الاهلي ونسعى للفوز يعني طبعا طبيعي جدا يحترم نادل الاهلي الاكبر في قارة افريقيا والحصل على بطلات افريقية عديدة والمتقلق دايما لكن هو يسعى للفوز لكن بالتفاصيل سمعنا مع محمد لما كان بيقولي انه قال تصريح غريب شوية قال لو كسبنا خير وبركة لو خسرنا عكيد طبعا الدعم لا يعني مش هينقطع وانا موقفي في تدريب فريق تاونشيب موجود لسه محتفظ بمكاني مش هيأثر علي بالسلب تماما بالعكس هيبقى بالإيجاب انهم عايزين كل سنة يكون فيه تجربة أقوى من التجربة السابقة في بطولة دوري الأبطال ودي سنة أولى دوري أبطال أفريقيا بالنسبة لفريق تاونشيب ميستر كارتيرون بعد تدريب المسائي اللي خلص من شوية عقد محاضرة بالفيديو للفريق سمعنا ان بعدما الفريق توجه إلى مقارئ الإقامة كان فيه محاضرة من ميستر كارتيرون بالفيديو مع اللعيبة وديه المحاضرة قبل الأخيرة قبل ان شاء الله المحاضرة الفنية اللي هتكون بكرة قبل المباراة اللي بنتكلم فيها أو اللي ميستر كارتيرون بيتكلم فيها عن تيل وأبرز المواقف اللي ممكن اللعب يتعرض لها الدربات السابقة كل الكلام ده بيكون في المحاضرة الفنية اللي قبل المباراة بس تذكير مش أكتر لكن يعني بواقع خبرتي في عالم كونة القدم أنا أعتقد أن التشكيل معروف بنسبة 75% أو 80% في الطبيعي مش بتكلم على اللقاء بكرة بالتحديد بتكلم من كل مدير فني مع اللعيبة أكيد بيبقى فيه كل واحد بيبقى عنده دور معين وبالتالي محاضرة الفنية اللي بيكون قبل المباراة بيكون محاضرة بسيطة بيكون فيها دربات السابقة بيراجع بس تذكيرها للعيبة لكن كل هذا أكيد متمردين عليه وعارفينه بنتكلم على المواقف بنتكلم على دور كل واحد داخل الملعب وإيه أبرز النقاط القوى اللي موجودة مع الفريق تاونشيب أو هي النقاط الضعف اللي هيستغلها النادي الأهلي إن شاء الله وبنتكلم على نادي الأهلي أنه هيواجه فريق تاونشيب بالزي التقليدي ما فيش أي وجود يعني شبه ما بين زي فريق تاونشيب أو فريق نادي الأهلي وبالتالي كل واحد هيلعب به الزي التقليدي الخاص به طيب قبل ما نكمل مع حضراتكم باقي الأخبار هنروح لفاصل سريع ومعدها نرجع نكمل معكم في الأهلي في كل مكان موسيقى 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 أهلا بحضراتكم من جديد في الأهلي في كل مكان ونروح من النادي الأهلي وملف الخاص بمباراة تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا أخبار المهمة جدا جدا في الألعاب الأخرى دورة الألعاب الأفريقية للشباب المخامة حاليا في الجزائر اللي بيشارك فيها عدد من لعبي النادي الأهلي مع منتخذ مصر بيحقق إنجازات رائعة اتكلمنا على السكواش وأن مصطفى عسل طبعا عبنتكلم مش في دورة الألعاب عفقية بيتكلم بشكل عام حقق المركز الأول في البطولة جميع النهاردة ياسمين الهواري بتتوج بذهابية الكاراتير في دورة ألعاب الأفريقية المقامة في الجزائر طبعا إنجاز كبير جدا 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 ياسمين من اللعيبة المميزة جدا في لعبة الكاراتير وأول ما تم تتوجهها بالمدالية الذهبية على طول كان فيه تهنئة من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اللي بارك لها ونعلها تحيات مجلس الإدارة ومنهم طبعا بيهنوها على المدالية المهمة جدا جدا وأكيد طبعا زي ما أنا قلت وهفضل أقول إن اهتمام مجلس الإدارة مش بس خاص بلعبة كرة القدم لا ده بكل الألعاب الموجودة سواء شباب أو بنتكلم فيه فريق أول وياسمين طبعا يعني مميزة جدا زي ما أنا قلت وهي مستقبل النادي الأهلي في لعبة الكاراتير وطبعا يعني تحته قيادة المميز جدا الكابن حاتم يوسف مدير القطاع اللي أكيد كان ليه دور كبير في وصول ياسمين الهواري للمستوى الجيد مع كل المدربين اللي موجودين في قطاع القراتير داخل النادي الأهلي بنبارك تاني ياسمين الهواري يفوزها بالمديرة الذهبية في لعبة الأفريقية وإن شاء الله إن شاء الله كمان يكون يعني مزيد من التقلق في مسيرتها في لعبة الكاراتير نروح لبعض الأخبار العالمية اللي موجودة مع حضراتكم يعني بنحاول أن احنا يعني نتكلم في كل حاجة في الأهلي في كل مكان نغطي كل الأحداث اللي موجودة على الساحة الراضية ونبدأ بخبر من جريدة الماركا الأسباني كنا نتكلم على بعض الأسماء المرشحة لمنتخب مصر لكن الماركا بتؤكد على أن أجيري الأقرب لتدريب الفراعنة أجيري طبعا هو مدير فني مكسيكي صاحب تجربة مع فريق أتلاتكو مدريد عنده خبرة طويلة في الدولي الأسباني لكن أبرز الأندلة ضربها كان فريق أتلاتكو مدريد لكن لسه مش عارفين هل فعليا إتحاد الكورة المصري اتفق مع أجيري على كل تفاصيل الخاصة بها الأمور المادية زي ما حالكم عارفين أن دايما الأزمة إتحاد الكورة مع المدير الفني هي أزمة مادية لكن أنا عندي يعني قناعة بموضوع بسيط جدا جدا لأن دايما كل ما القوالة بتعلى وكل ما المستوى بيعلى كل ما الفلوس بتعلى فأنت بالتالي لو عايز مدير فني قوي لازم تدفع طول ما أنت مش بتدفع يجيلك مدير فني عادي فده اللي احنا بنأمله من اتحاد القرى الفترة القادمة يعني إن شاء الله يكون الاختيار ما يكونش لي علاقة بالأمور المادية نشوف الأول الاسم اللي يتناسب مع إمكانياته وطموحات منتخب مصر وبعد كده نبدأ نشوف الجانب المادي وأنا أعتقد أن دي مصر يعني فبالتالي يعني المحدش هيبخل عن منتخب مصر بشيء وكل اللي موجودين حاليا اتحاد القرى أعتقد أن هم إن شاء الله بيعملوا على هذا الملف يعني بطولات مهمة جدا جدا وده بيضع ضغط عليهم في الموسم القادم عشان كده هناخد معنا على التليفون الكابتن عبدالله عبدالسلام قائد الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادل عشان نتكلم معاه أكثر عن استعداداته للموسم القادم كابتن عبدالله زي حضرتك الله يخيك بطولات الموسم الماضي منافسة قوية جدا كنتم متقلقين بسم الله ما شاء الله أكيد بيضع ضغط عليكم في الموسم القادم عايز أعرف استعداداتك وللموسم القادم عمله زي طبعا براحب حضرتك صوت برنامج براحب جميع النادل آلي طبعا بأتكلم بالناسبة لإستعداداتنا طبعا نحن دلوقتي في فترة عدد المنتخب عندنا إن شاء الله بإذن الله كاسع عالم في بلغالة شهرة تسعة طبعا في تسعة لعبة بالنادل آلي موجودين حنان في المنتخب والناس اللي مش معنا في المنتخب طبعا تالت بقى لأربعة ايام مبتدين في النادي إن شاء الله رب أعنين رباني لكن فينا نخلح شهرة تسعة ونرجع للنادي طموحاتك يا ابتن عبدالله طبعا مع النادل آلي يعني الموسم القادم بالنسبة لك أكيد حققت بثلاث بطولات غالية جدا قائد فريق ولعب من اللعبة المميزة محلين وعالمين بسم الله م شاء الله طموحاتك إيه هل هو ده يعني فوسكوا بتلاث بطولات بيصعب عليكم الموسم القادم ما ينفعش طبعا اللعب نادل آلي يتنازل عن بطولة دايما نادل آلي عينه على المركز الأول مزبوط طبعا مع حضرتك طبعا أنا من أبناء النادل آلي طبعا حلمي أو أحلامي كلها لأننا مفوز بجامعة بطولات طبعا لو كان فيه عندنا كان حق يعني كنا استشراكنا بطولة عربية طبعا كانت تقدينا بطولة عربية الحمد للرب عمين من السنة من السنين أو كام سنة حققنا أربع بطولات فطبعا لا بالنسبة لنا أي بطولة لازم نفوزها لازم عندنا يعنينا عماكس الأول فدي طبعا حاجة مش جديدة على أولاد النادي طبعا قطير راح تضغط عشي إحنا المفروض إحنا بنجيل مركز الأول فربنا سنة إن شاء الله ربع عمين السنة الجاية نقود بإذن لأربع بطولات أفوكية عربية دول الكاس ربناكم إن شاء الله ونصبنا بإذن الله ربع عمين شايف مين أعرب منفسين للنادل آليا كابتن عبد الله طبعا أكيد فيه ندل ملك طبعا ونصبع الجيش نسبة السنة فيه اثنين محترفين طبعا فطبعا كله بيحاول ينافس طبعا كله بيحاول يستعد اثنين محترفين كويسين عشان ينافس النادل آلي فعلى معتقد الدول السنة الجاية يبقى قوي جدا هتلاقي فيه دمالك فيه طبعا الجيش فيه سموحة طبعا سرعة محترمة جدا وهتلاقي الدول إن شاء الله يبقى أجمل السنة السنة هل برجوع صلاح ورقوف المسلم ده يكون فارق معاكو فيه أدائكو في خلال البطولات الأربع اللي جاية إن شاء الله آه طبعا طبعا نحن مسترحة نجم كبير ومأحسن في أفريقيا طبعا مواصم ربنا يكرمه طبعا طبعا إضافة لنا خبرته مستوى واسمه طبعا يديف لفرقة إضافة جاملة جدا في الكسة طبعا لعيب خبرة ابن نادل آلي المسلم منتخب مصر لعيب طبعا على أعلى مستوى وكمان إن شاء الله ربنا يحصلوا معنا جدا ودي مش جربة عليهم طبعا ده بيتهم ورجعوا لي تاني وإن شاء الله ربنا يرجعوا كده وشينهم معنا بطولاتهم كابتن عبد الله يمكن مش بس فوزك بالتلت بطولات المسلم الماضي بيضعك تحت ضغط أنت كمان كابتن نادل آلي دورك كبير جدا ومهم مع العيبة والعلاقة أكيد في توصيل أي شيء خاص بالفريق الأول طبعا مع كابتن محمد مصلح فدي مسئولية كابتن الفريق دايما بيكون عليه عبق ومسئولية مش أمر سهل والله كابتن عمر زي ما حالك عارف يعني اللعبة الجماعية أهم حاجة يعني احنا بتعامل كأخوات وجات النظر معروفة الصحبية اللي بيننا والأشرة اللي بيننا احنا صغرين واحنا متربطين مع بعض في النادي دي بتسهل كل حاجة علينا في الملعب طبعا بيتعامل كأخوات قلبنا وخوفنا على شغلنا اللي هو اللاعب طبعا نبي مهم جدا وطبعا بيبقاش في اختلاف طالس أي حاجة وجات النظر حمس بارب كل حاجة متقربة مع بعض طبعا مع كابتن ميدوم سلحي كابتن محبوب جامعة كابتن سامن طايجر طبعا معانا الجازق على مستوى داز محترم جدا لقابنا معاهم وكان نمع حظ حلو لقابنا معاهم وحضرناهم هم العيبة طبعا وحضرناهم هم مدربين وددوقات كابتن ميدوم سلح طبعا حضرناهم هم العاعد ومدرب دوقات مدير فني فطبعا العلاقة قريبة جدا فهمين بعض من سنين مش أول مرة نفهم بعض فطبعا عنده بيقرب كل وجهات النظر بتلاقي الموضوع سهل جدا بيتعامل في الملعب كأخوات فالحمد رب على مين ما فيش مشاكل بتحصل فهمين بعض بقالنا كتير فالحمد رب على مين الموضوع كله سهل طبعا ودورك مع الناشئين أو الشباب الصغير اللي بيتم تصعيده هل شايف أنهم ان شاء الله ليهم مستقبل كبير في نجل آلي ونجل آلي ممكن يعني يعتمد عليهم في الفترة اللي جاية بشكل أكبر والله يعني كابتن ميدو أنا شايفهم مركز على الموضوع دوت نصعد يعني السنة الفاتية نصعد معنا يوسف مرجان يوسف الصوفي عمر سعيد عمر ياسر سعيد طبعا في محمد سنتربوكي صعد وعد لا طبعا إن شاء الله رب عامل ربنا يكرمهم يعني بيحسوني بالواحدة ما كان صغير في نفس السن دوت طالعين في ناس كبيرة بيتعلمون منها بيأخذوا منهم معلومات بينفذوها إن شاء الله الجيل دوت إن شاء الله مع الجيل اللي مكمل بعدين إن شاء الله رب عامل بسبب الناد لعالي ده إن شاء الله الناد لعالي عمده ناس إن شاء الله لعيبة محترمة هتطلع إن شاء الله رب عامل بصورة صاروخ إن شاء الله وتكامل مع الناس الكبيرة إن شاء الله بإعزّى الله وإحسدوا بصورة بإدي رسالتك كابتل عبدالله للجمهور قبل بداية الموسم إن شاء الله وعندوك زي ما أنا قلت الموسم صعب فارسالتك لجمهور الناد الأهلي طبعا جمهور الناد الأهلي يعني لواحد بيحبوهم ويعزهم وعايز أقول لهم وحشدونا طبعا وحشونا وأولا وحشونا والشوم كان حلوة عينا في الطاقة الثاني الفاتحة في فلط الناد الآلي طبعا والشوم حلوة علينا طبعا وحشنا تشجاعهم بينا نفس إن شاء الله يرجعوا تاني مدرجات في الدورة والكاس بإذن رب العالمين ويجملوا الملعب بتشجاعهم اللي هاي الناس معروف منهم وقول لهم إن شاء الله رب العالمين العيبة كلها يعني من أول جاز فني أو الكابتن ميدو كدير فني وجادل الفني كله وأنا الكابتن فريق والعيبة كلها إن شاء الله متوعدين بإذن رب العالمين عنا من أقصر مفوثين إن شاء الله ونحقق كل البطارة لنشارك في بإذن رب العالمين طبعا المنتخب وجودك فيه طبعا أكيد برضو مسؤولية ومتكلم على تمثيل لاعب من نادي الأهلي في منتخب مصر أكيد طبعا بيضع عليه ضغوط أكتر شايف الفترة اللي جاية مع منتخب مصر إزاي ممكن تمشي كابتن عبد الله والله المنتخب يعني فيه فيه خبرة برضو وفيه ناس لسه داخل المنتخب بلا سنة أو سنتين إحنا في حالة إحلال وتجديد زي ما بيقولوا فيه شراف صعد واعد لعبة محترمة برضو صغيرة ما زي المنتخب يعني زي المنتخب بتاع خامة ستين فاتو عشان فيه برضو كي يقول بعض الإصابات بيجيب عننا طبعا نجزة جزة نحمل عبد منام ده أحمد يوصل برضو من الناس المؤثرة معنا برضو فنتمنى إن شاء الله ربنا يشوفيهم الاصابة يرجاعو بإذن رب العالمين جميلوا معنا في المنتخب فيه شباب صعد واعد زي ما بقول على حضرتك إن شاء الله رب العالمين هيقدموا بطولة بإذن رب العالمين في بطولة العالم وتيب потер لحاجة مشارفة هنا بإذن رب العالمين يو ربليك إن شاء الله وجم تاكي مشارفة إن شاء الله تردي ببلدنا أول حاجة وتردي بجماهيرنا طبعا جميل مصر كلها وكل عيبة جميلة كابتن عبدالله عبدالسلام بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا كابتن فريق نادي الأهلي كابتن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي وأكيد تتكلمنا معايا عن كل ما يخص فريق كرة الطائرة استعدادا للموسم القادم كل التوفيق لي إن شاء الله والزميل في الموسم القادم هنروح لفاصل سريع وبعدين نستقبل لتنين من نجوم الكرة المصرية وطبعا نادي الأهلي كابتن فاوز وكابتن عمين عواضي عشان نتكلم معاهم بتفصيل عن مباراة الأهلي وصري تاونشف رولز بكرة في دولي أبطال أفخ نوح لفاصل ونرجع نكمل مع حضر أهلا بحضراتكم من جديد ولسا نكملين معاكم في الأهلي في كل مكان وليلة مباراة النادي الأهلي أمام فريق تاونشف رولز في جولة ربعة في جولة دوري أبطال أفريقيا معايا تنين من نجوم مصر والنادي الأهلي عشان نتكلم معاهم مستفادة عن مباراة بكرة فنيا وإزاي هم شايفين الأحداث معايا طبعا كابتن مصر كابتن نادل أهلي كابتن فاوز كنت مرحب بي كابتن كابتن عمر جميل ازاي حضرتك اخبارك ايه مناور وجميل وربنا وفاك وطلع انت يعني من سبرة من كاس العالم يا دلالة سبرة جميلة وكنكم مستمتنعين بيك وكابتن أمين عربي ثمان أول مرة أحضر أنا وهو مع بعض كده مرحب بيه برضو مرحب طبعا بكابتن أمين عربي كابتن مصر كابتن نادل أهلي الله يخليك عمر أنا طبعا سعيد جد إن أنا معاك النهاردة في البرنامج مع كابتن فاوزي كابتن مصر ونجل من الأهلي وده حاجة أنا ليه الشرف الكبير إن أنا بقى معاكم النهاردة طبعا أنا طبعا المبسوط إن أنا موجود مع حضراتكم لكن لو نتكلم حالك على مباراة بكرة مباراة الأهلي وفريط الأهلي عنده فرصة كبيرة إن شاء الله هو يفوز ويرجع بثلاث نقاط تديره دافع قوي لدور التمانية شايف حالك أحداث المباراة زي ممكن تكون بكرة الله أبسط أمار أنا مبسوط من مستر كارتيرون إن سمعت المؤتمر اللي كان عمله المؤتمر الصحفي عجبني قوي إن هو كان بيكلم مع اللعيبة بتاعته بيقولهم أنا عايزك لما تنزل الملعب عايزك أنت واخد دارك التنمين انزل الانبسط انزل الأدي دي أجمل حاجة أنا سمعتها بجد أنا لما يكون عندي لعيب كويس زي لعيبة النادي الأهلي لعيبة كلهم طبعا لعيبة أحسن لعيبة موجودة من أحسن اللعيبة عشان ما يقولش من أحسن لعيبة الموجودة في مصر يعني فلما يقولك اللعيب أنا عزه هو عارف وشاف اللعيبة وكان معه في فترة الاعداد كويسة والمعسكر واللاعب المتش الأولاني بنيديله عذره طبعا إنه داخل كابتان أمين خلي بالك داخل على البطولة أفريقية وهو محتاج أن نكسب يعني برضو ليه عذره اللعيبة ليه عذرها لسه إحنا عارفين لما بتطلع من فترة اعداد وتدخل على الأول ماتش صحيح بيبقى فيش تياق إنك تلعب ماتشات بس لما بتدخل على البطولة وإنت حاس إنه لازم تكسب لازم نعذر اللعيبة حتى بدرجة إحنا شفنا النادي الأهلي اتأخر في تسجيل الهدف يعني وليد أظهره لما جاب الهدف بدأت اللعيبة فائت بدأوا بقى ياخدوا ثقاف نفسهم وبدأوا يلعبهم فإن شاء الله يعني عجبني كلام مستر كارترون إنه هو اللعيبة تنزل تأدي وتنزل عايزة تكسب ده النادي الأهلي فنتمنى له إن شاء الله اللعيبة بتاعتنا وإحنا عندنا ثقة فيهم إن شاء الله إن المكسب بتاع بكرة ده هيخليك تدخل عمر خلاص بقى داخل في المجموعة وداخل بقى المتشي اللي بعديه خلاص يبقى أنت إن شاء الله داخل دور التامنية إن شاء الله كابتن أمين هل قدر أي حد موجود جوه النادي الأهلي دايما موجود تحت ضغطات وبيلعب على المركز الأول مستر كارترون يمكن تاني مباراة لي لكن هو بيدرب النادي الأهلي وبالتالي هو يعني بيلعب دائما على ثلاث نقاط بغض نظر عن إنه هو عرف بعض اللعيبة لسه اللعيبة ما حفزوش طريقته فلكن هل ده مستر كارترون قدر أنه يتأقلم عليه وفهم إيه منظومة النادي الأهلي أكيد لأنه برضو خلي بالك أنا أخذ من كلمة آخر كلمة لها كابتن فراجل في أفريقيا فعرف قيمة وقدر النادي الأهلي في أفريقيا زاد إنه هو زي ما كابت فوزي قال إنه هو قال للعيبة إنه نحن ننزل لعب بقريحية وننزل نلعب لازم نبقى ما عندناش مشاكل وإحنا بنلعب ودي هتشيل بعض الضغوط على لعيبة النادي الأهلي ولكن إنت عارف وكابت فوزي طبعا يعلم ذلك تماما إن لعيبة النادي الأهلي طول عمرها محطوطة تحت ضغط يمكن مش عايز أقول حالك كابتن فوزي وأنا وأنت وأنت بتلعب في الناشئين من الناس وقياة صغيرة من الناشئين هم تحت ضغط فطول عمره تحت ضغط البطل مش تحت ضغط إنه يكسب مباراة أو يكسب لا هو تحت ضغط بطل تحت ضغط إنه لازم يحقق بطولة لكن أنا شايف إن لقيت أهلي قادرة على كده إن شاء الله بإذن الله بمباراة بكرة خلاص هم هتعودوا من كتر المواقف والخبرات وكان فيه ماتشاة أصعب من دي كتير نادل أهلي قدر يعدها قدر يتخطها مستر كارترون طبعا مهما كان هو برضو لسه دخل على الفرق جديد عارف اللعيبة شاف اللعيبة لعب ضدهم لكن عشان هو يحفظ شكل وحفظ طريقة في خلال فترة أعداد قصيرة جدا ويبدأ بتبقى فيها صعوبة شوية لكن إن شاء الله بإذن الله المباراة اللي هنا مش عايز أقولك إن إحنا كنا كويسين قوي كان أداء متوسط لكن عرفنا نكسب عرفنا نكسب بخبراتنا عرفنا نكسب بأسلوبنا عرفنا نكسب بإسم النادي الأهلي بروح الفانيلا الحمرة إن شاء الله نتخطى الماتش اللي جاي وبإذن الله يبقى ماتش أسهل أنا متوقع إنها بقى أسهل من اللي هنا يعني كابتن فوزي هل مباراة برضو العرب مقياس لمباراة العودة على ملعب فريط يعني الأهلي كسب 3-0 المهور يتخيل إنها تكون مباراة سهلة هل حالك شايف إن ده نعكاس على مباراة بكرة ولا كل مباراة بيكون لها ظروفها الخاصة لو أنت زي ما قلت كل مباراة لها ظروفها يعني شفتنا فرقة التونشيب فعلا فرقة مش جامدة يعني مش جامدة جدا بليل هم مرحوش على الجنب بتاع النادي الأهلي ولا عملوا حاجة خطر جدا يعني على المرمى بتاع النادي الأهلي يعني محمد شنوي يعني ما فيش كرة خطر ولا حاجة لكن أنا بقول تمالي الكرة علمتنا طول عمرنا إن إحنا أي فرقة تحترمها سواء جات عندك بتلعب على ملعبة خاصة أنت بتلعب على ملعبة وفزت جمهورة وهم خلي بالك تونشب ما قلتموش حاجة اللي المكسب برضو زي ما إحنا قلنا النادي الأهلي تاخد براكب تعمين قلنا النادي الأهلي المطش ده لازم تلاتة بنت مفيش ما ينفعش تعادل لازم تلاتة بنت المطش اللي هناك برضو هم حيلعب المدرب بتاعه طبعا بيتكلم معهم على أساس أن إحنا لو فزنا على النادي الأهلي حيبقالينا أمل يعني واخد بالك لكن إن شاء الله النادي الأهلي المطش ده المطش مهم جدا لهم برضو واللعبة فعلا خلاص خدت اللي هي الدفعة الأولانية اللي هي التلاتة بنت اللي كنا محتاجينهم فعلا نحنا قلنا كانوا عصابهم مشدودة شوية لنه لازم مطلوب منهم مكسب في حضور الجماهير برضو القليلة اللي كانت موجودة العشرة ألف متفرج يعني بقول نتمنى ان بعد كده نشوف الاستاذ مليان فالجو كمان لما شوفنا هناك بيتكلموا في النشرة في النشرة للإرادية قال لك نجو كويس ده ميزة كويسة برضو يعني بيبقى هم عكسين بيبقى نحنا نقول بقى ايه جو الحر ورتوبة العالية هم عكسين احنا بتكلم على بتسوانة وجنوب أفريقيا من البلاد العكسين يعني دلواتي عندهم ده موسم الشتا ده الموسم تحلم ده موسم الشتا هم عكسين يعني جنوب أفريقيا الشتا بيبقى بيبقى عندهم في شهر ستة وسبعة وثمانية والسف بيكون في اتناشر واحد واثنين يعني دي فرصلاحاتنا برضو يعني انا بتكلم على الأجواء الأجواء الموجودة دلواتي إن أجواء كويسة جو حلو اللعبة تقدر تقدي في جو كويس وصيحة الصفرية كانت طويلة جدا عليهم وزيما شوفنا وتعبوا جدا عشر ساعات يمكن كابت سامين عادلي برضو أب موجود جامد إن يوفر بلا ما تبقى أكتر من عشر ساعات تخليهم عشر ساعات دي حاجة كويسة إرهاق جامد جدا طبعا نحن سفر عشر ساعات دي يعني جامدة جدا وإحنا جربنا وشوفنا الفروتيا كمان يعني بتسفر سفريات وتنزل برضو وبتوقت في المطار وإجهاد على اللعيب طبعا فطبعا هم إن شاء الله يتغلبوا على الموضوع ده وماتش بكرة هم يعني أنا شفتهم وشفت في أداءهم في التدريبات وبتاع لعبة النادي على قد المسئولية على قد فانا على قد المسئولية ولما بتحطوا على مسئولية بيبقى فعلا أداء لأن إحنا قلنا اتفاقنا أنا عندي الخامة بتاعة القماشة بتاعتين مستر كارتيرون شاف القماشة مبسوط جدا يعني في تصريح ليه برضو يا كابتر أمين قال لك أنا أنا مبسوط جدا باللعيبة اللي موجودة شاف الحماس اللي عندهم شاف أداءهم شاف إزاي بيستلم الكورة إزاي بيباصي إزاي بيهدفوا ده مهم جدا خلي بالك صح طبعا أنا لو أنا مدرب وكابتر أمين مدرب داتي في قطاع النشئين مثلا في النادي الآلي في الفين مسك فرقة الفين أول ما بيمسك الفرقة بيتطمن نفسيا إنه عنده اتنين أو تلاتة لعيبة كورة كويسة يكسبوه أداءهم إزاي تحركاتهم إزاي أنا ما بيكون عندي فرقة وعندي لعيبة كويسة في كل مركز ويمكن مش واحد ده واحد واثنين وأقدر أستعين بيه كويس فدي حاجة كويسة إن أنا لعيبة فأنا فيه اطمئنان نمستر كارتيران إنه مطمئن من جوا إن اللعيبة هتأدي واللعيبة عندها حماس وعرفين إن جمهير النادي الآلي بتطالب بالفوز تمالي ففيه ضغط برضه عليهم وعايزين وعايزين ندخل أفريكا وعايزين ناخد أفريكا إن شاء الله فربنا يوفهم بإذن الله يعني أنا شاف من استعداداتهم وإرضية الملعب والجو بتاعه إنه قول يعني ربنا يكرمنا إن شاء الله ويبقى مطش بس مفيش استهتار مفيش حاجة نكسبناهم ثلاثة هتنزل المطش سهل أعرف يا عمر طبعا مفيش حاجة اسمها مطش سهل أنا هنزل أخلص المطش من أول هتلاقي المطش سهل هسيبهم بقى هم ياخدوا فرصة إلا قدر الله يجيبوا في ناجون هتلاقي المطش تصعب علي لكن أنا من أول زي ما بدأت هنا في مصر أقفل كويس جدا لأنهم طبعا هيهجموا جامد هيحاولي هجم ومستر كارتوني عرف الكلام طبعا فهو طبعا قعد معهم وتكلم معهم وكابتن محمد يوسف طبعا وسامن أمسان وكابتن مصطفى كمان مع اللجوان برضو بيجهز اللجوان بتقعد ثلاثة عشان يبقوا جاهزين فدي حاجة كويسة جدا إن اللعيبة إنك المداربين كلهم يعني محوطين اللعيبة في كل المراكز بيستعدوا للمطش كويس جدا المطش مهم وبطولة أفريقية في بداية الدوري ضعب جدا كل المطش دا تدخل المطش دا تدخل على الدوري عزيز مائدوني كمان كابتن أمين أقول لحضرتك على مباراة بكرة إن فريد تونشب عنده ثلاث نقاط صاحب المركز الأخير تصريح المدير الفني في المؤتمر الصحفي كان غريب جدا قال إن لو حصل أي نتيجة سلبية بكرة مش يعني مفيش ضغط عليها مش هيغير أي شيء إحنا موجودين بنتعلم بناخد خبرة في أفريقية دي أول بالمناسبة أول مشاركة لفريد تونشب في دورة أفريقية في مرحلة المجموعات هل حالك شايف إن الكلام دا بلغة الكرة تنويم للعبين دي الأهلي أو اللي هو فعلا ممكن المباراة بكرة نلاقي إن فريد تونشب مش فارق معاه يهاجم من أول لحظة فبالتالي نشوف مساحات موجودة في خطة دهروم ونص ملعبهم فتبقى مباراة فيها كورقة دا أشوف هو فيها شقين الكلام دا فيه شقين شق الأولاني هو كمدرب زي ما أنت بتقول إنه هو أول مرة يوصل دور المجموعات فهو بالنسبة له فعلا وقدرت نديه وجماهيره في البلد إنه حتى لو خرج وخرج من مين هيخرج من بطل يعني الترجي الأهلي أبطال أبطال أفريقيا للمواسم فطبعا هو بالنسبة له مش فرق لكن هو برضو حطت في حساباته إنه عايز إحنا كنادي أهلي أو النادي الأهلي عموما في ماتشاته اللي زي دي لا يرتكن إلى الكلام دا ما بيخدش بالكلام دا لإنت ليك هدف واحد راح تحققه بيلعب على الفوز بس النادي الأهلي ولو حصل التعادل هيبقى نسبيا برضو أحسن لكن أنا شايف زي ما كابتن فوزي قال إنه هو حيلعب حيدغط عايز يخلص المباراة ودي هتدي فرصة أكبر للنادي الأهلي إنه يقدر يلعب لأن النادي الأهلي لو جيت قرنت بفرق كخطوط خطوط هتلاقي النادي الأهلي هو لو هاجم وراح على جول النادي الأهلي هتبقى مشكلة بالنسبة له كبيرة جدا لأن إحنا عندنا من القدرة إن إحنا نقدر ندافع عندنا اتزان في حتة الدفاع والهجوم نقدر نروح من في ظهره ونقدر نجيب جوال وهيبقى سهل علينا حتى من الماتش اللي احنا شفناه هنا بتاع 3 صف إذا ما كابتن فوزي تفضل وقال هم بمسيقوا كرة في نصف الملعب لكن ما لهمش إيجابية على المرمى ما رحوش الدفاعهم أعتقد أن إحنا يعني النادي الأهلي جاب 3 جوان وضيع أزايهم معاك فالموضوع حيبقى فيه نوع من الحماس عندهم هبقى فيه نوع من الإصرار اللي هم عايزين نكسبه نادي الأهلي لازم ياخد ده بتركيز لازم بقى فيه سيناريو للمباراة في التسعين دي يبدأ الأول إزاي وأعتقد أن كابتن محمد يوسف مفتنين أول الحتة دي أعتقد أن نادي الأهلي برضو مش ههاجم من أول دي لغاية ما يقرأ الجيم شوف الناس بتلعب إزاي هتبدأ تلعب في ظهرهم تبدأ تشتغل عليهم إن شاء الله بإذن الله يبقى الحظ حلفنا ونكسب المباراة بإذن الله كابتن فوزي يمكن نادي الأهلي لما بيبدأ أي بطولة صعبة وبيكون فيه قدامه الأمور صعبة جدا ومش بيقدر أنه هو يحق نتاج إجابية في الآخر الختام بيكون إجابي جدا والأهلي بيقدر أنه هو يتوق بالبطولة ده حصل في 2013 مع كابتن محمد يوسف لما كان مديل فني بدأنا بتعادل مما بنادي الزمالك بعد كده خسارة من إيرلاندو سيتي لكن في الآخر الأهلي توق بالبطولة هل الحراك شايف أن دي من سمات النادي الأهلي وأن دائما الأهلي ما بيتحط تحت ضغط في الآخر بيعرف أنه هو يحول الموقف من موقف سلب الموقف إيجاب هو اللي حصل حصل مع كابتن محمد يوسف حاجة كويسة طبعا فنتمنى أن ناخد البطولة نفس السيناريو نفس السيناريو بس نحن نشوف ناس السيناريو اللي فادت برضو بطولة أفريقيا برضو يعني برضو نفس المشوار أن أهلة عدل فأول مبرامة على الترجي خسر ثاني مبرام من كامترالي سيتي فنفس الظروف بالزبط نحن نتمنى عشان كده نقول لكابتن محمد يوسف نتمنى إن شاء الله إن ناخد البطولة على وش إن شاء الله وأنا شفت حتى فيه اهتمام جامد يعني الأساس خالد دارندالي رئيس البيعس أو أمين السندوق النادي الألي شايفوا كان موجود معهم يعني كل الناس متكدفة على أساس أن اللعيبة بتحس بالكلام ده خلي بالك عمر طبعا يحس بالكلام ده فيه اهتمام ورئيس البيعس جاي معهم وبينزل معهم وتواجد معهم والمعسكر مقفول عليهم وفيه تركيز جامد جدا كل الكلام ده هيأثر عليه فطبعا إن ما يحصلش الدروبات اللي بتحصل وإنه بيبقى على عصابه وتملي عايز يبقى الأمور سهلة لكن من يتمنى لو من شاء الله والحمد لله يمكن ماتش الفائد الفوز ده خلينا نصعد يعني لما تيجي تشوف احنا بقينا التاني عندنا أربعة بند يعني لقد الله كنا كان يبقى تحت تحت التاني خالص فعايزين نبقى إن شاء الله ماتش بكرة حيطلعك تبقى سبعة وماتش بكرة برضو كامبالا سيتي وحيبقى مع ترجي ساعة ثلاثة بتقوية القيرة قبل مباراة قبلنا برضو يبقى دافع لنا إنك ان شاء الله تكسب يبقى أنت خلاص ضمنت تبقى فيه روحة نفسية بالنسبة للنادي الأهل فنتمنى إن شاء الله إن ماتش بكرة ماتش يبقى يعني الفرقة اللي إحنا شفناها بس أنا مش عايز أقول لهم إن فرقة سهلة فرقة سهلة من ضمن الماتشات الماتش اللي فاتح كابتا أمين تخلي بالك طالما فتر الإعداد لسه الليقة البدنية بتاعت اللعيبة اللي إحنا بنوها عليه اللي إحنا عارفنا إن أنا ماتش ورا ماتش الليقة ببتدي غير التدريبات غير ماتشات الحبية بيبتدي فلعيبة النادي الأهلي برضو تحس إن الليقة بتاعتهم كان في بداية الماتش مرهقين شوية لسه لسه واللهابة بتاعت الماتش والضغط العصبي عشان عايزة حقق ثلاثة بونت حتى لما جابوا الجون لعيبة فرحة لو جبنا لو شفنا الجون تاني لو جابوا دلوقتي فرحة لعيبة النادي الأهلي فرحة جامت جدا بالجون أظهروا في الأول طبعا ليه فتح نفسهم بقى الماتش سهل فنتمنى الماتش بكرا إن شاء الله لو حصل نفس الكلام إن شاء الله ربنا أي حد يسجل يجيب جون إن خلص الماتش بدري هتلاقي الفرقة لأصدق بخلاص المدرب زي ما أنا سامت بتسه وكابتر عميل بيول نفس الكلام فعلا المدرب هو بيتكلم وبصدق لأنه عارف فريق النادي الأهلي فريق النادي الأهلي فرقة كبيرة فريقة بطلات أنا بلعب بطل يعني لو اتغلبت منه ما فيش مشكلة بس هم صرحة إنه هو بيقول لك أنا فرقتي مش زي النادي الأهلي بس برضو هينزل مش حده طبعا حاول كارتيرون بالذات بيبدأ بين ناس الأدام كمان الخبرة الخبرة مطلوبة أولا في نطشات أفراكيا وبعدين شفت إسلام محارب لما نزل برضو وبنقدم تعزينا طبعا الميدو جبل لوالدو يعني برضو اللي يكون فعونه يعني برضو لأنه موجود معهم وربنا يصبره ان شاء الله سمح الكابتن محمد يوسف الرئيس البيعث فطبعاً مثل كاترون سامحوا للعب أن يغادر معسكر للفريق علشان يكون موجود في مراسل بنقدم له التعاز يعني وربنا يرحم والده ويدخله في سيح جناته فطبعاً يعني اللعيبة بتقدر الكلام ده وبرضو بيبقى فيه تأثير شوية بس إن شاء الله عارفين إن الموتش مهم جداً يعني ضمن الأجواء اللي بتبقى موجودة برضو فيها تأثير شوية ولد زملنا توفى بتاع فبيبقى فيه تأثير شوية بس طبعاً مع الجو مع الموتشات مع الحاجات دي اللي يبقى قادرة إن هم يقدوا الموتش ويرجعوا إن شاء الله بسرعة عشان يستعدوا بقى الإسماعيلي يستعدوا للمصري يخشوا بقى في الأجواء بتاعت الدورة بتاع المصري كابتن أمين هل خبرة مستر كارتيرون الأفريقية اللي كانت موجودة قبل كده مع مازنبي هتفيد ناد الأهلي في البطولة الأفريقية الحالية بالرغم من صعوبة المجموعة أو صعوبة موقف ناد الأهلي طبعاً لأنه هو ماسك فرقة بطل وهو خبه طولة قبل كده بمازنبي بمازنبي فإذا عنده كل المقاومات عنده لعبة كويسة عنده فريق بطل هو دخل المحك ده قبل كده وصل للنهائي وكسب فهو عنده نفس القوة ونفس المحك ونفس الإصرار والعزيمة لأنه هو جرب جرب أنه يبقى بطل فعايز يكررها تاني مع نادي كبير زي النادي الأهلي مع فرقة واخد نادي القرن في أفريقيا فأكيد هو عايز يحقق ده مع النادي الأهلي فاعتقد أنه هو هيبز القصارة جهده هو والجهاز أن الفرقة بكرة إن شاء الله بإذن الله أو في المجموعات دور المجموعات ده عموما أنه هو يطلع بحس النتائج ويوصل وزا ما قالت كابت فاوزي بكرة المباراة اللي قابلينا أنا شاف أنه أي نتيجة لصالحنا يعني إحنا نكسب أي نتيجة تبقى في صالحنا يعني هلاك عندك التراجي التون في سبع نقاط مركز أول الأهلي في المركز الثاني أربعة وكانبالا سيتي تلت نقاط وطاون شيف رولرز الأخير تلت نقاط لو إحنا كسبنا أي نتيجة في الفريتين التانين لصالح النادل يعني التراجي الأفضل إنه هو يفوز أو تعادل يعني أنا شاف يا كابتن التراجي لو فاز أو تعادل أنا يمكن أولا ما هو فاز لو تعادل أنت برضو خلي بالك كامبالا سيتي جاي لك كويس فأنت لو فهو جاي لكابتن هو عنده أمل لا لا معلش أنا معلش أنا عندي ثقة في الله الأول وثقة في العيدة النادي الأهلي وثقة في جمهور النادي الأهلي وفي النادي الأهلي نفسه النادي الاهلي ما بيهزرش النادي الاهلي ما بتحطف موقف صعب بيبقى قد الموقف وبعرف يخون وهي دي سمة البطل ما لنا نبقى بطل ازاي يعني ما ينفعش أبقى بطل وبقول دا لو عمل ودا لو عمل لا البطل لازم يكسب والبطل لازم يتخطى والبطل لازم يعدي كل الموقف دي فإذا هي دي المشكلة فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ناخد الثلاثة بمطة بكرة بعد كده الماتشات اللي جاية أنا شايفها لما اللعبة تاخد الصيقة وتحس إنها عدت لمرحلة العنق وزدجاجة زي ما بيقولوا هتلاقي النادي الاهلي لعب بقريحية لعب بكرة أحسن زي ما كابتن فوزي قال هتلاقي الأمور ماشية إن شاء الله من الأحسن للأحسن بإذن الله كابتن فوزي يعني عايز أخد حضرتك لنقطة فنية خاصة بميسر كارتيلون إنه هو جي على فريق النادي الأهلي ما غيرش من طريق اللعب كمان التشكيل حاول إنه هو يثبت التشكيل اللي كان موجود قبل كده هل دي حاجة تتحسب للمدير الفني؟ هو بس مستر كارتيلون طبعا هو عرف لعبة النادي الأهلي دي ميزة برضو أنا بكلم كابتن هو جي على طريق لعب على لعبة موجودة الوقت كان قصير تي مدربين تقولك لا أنا غير أنا ألعب طريق لعب يا لا ألعب اللعب اللي أنا شايفه هو جي ما غيرش طريق اللعب خلاها زي ما هي اللعيبة كمان يعني غير في أدية الحدود وبالتالي أنا شايف هل حالك شايفني دي حاجة تتحسب لي فنيا كمدير فني شاطر؟ ما أنا قلت لك أمري أول ما قلت كلامي قلت لك مش هنحكم عليه دلوقتي أول مطش ده كان مطش عنق الزجاجة إنك لازم تكسب فما أعرفش فيه يقدر الزبط إن أنا أجازف صح ما يقدرش فهو معتمد على اللعيبة اللي عنده فعلا اللعيبة كويسة صح اللعيبة كلها خبرة يعني فش واحد من اللعيبة اللي بتلعب حتى أحمد فتح لما تصاب هنلاقي محمد هاني موجود يعني واخد بالك اللعيبة كلها اللي عندك تقدر عندك البديل اللي يسد فهو ما يقدرش في أول مطش واخد بالك يا أمين إن يجازف إنه يبدأ يغير يغير الطريقة بس هو أنا شفت اللعيبة بتاعت النادي الأهلي كانت بتضغط على اللعيبة بتاعت التونشيب يعني ده المطلوب يعني أنت كنت في كاس العالم وحللت المطشرة كاس العالم كلها إحنا شفنا يا أمين دلوقتي نمرة واحد اللي يقل بدانية اللي هي هتبقى مطلوبة من نادي لعيبة النادي الأهلي في الفترة الجاية لأن لسه دخلين على المطشات ده كاس عادة كان اللي يقل بدانية غير صبعية القوة الجثمانية اللي يقل بدانية وقوة الجثمانية والأداء الجماعي بيجي آخر حاجة بقى ليه اللعب اللي هو اللعيب الفردي اللي بيخلص المطش كنا تمنينا نقول اللعيب ده ميسي بيخلص رونالدو بيخلص محمد صدع بيخلص اختلفت في كاس العالم غيرت لنا الفكر بتاعنا خلص بس الجماعية هي اللعب الجماعي اللعب الأداء اللي يقل بدانية الأندية اللي شفنا الفرع كلها اللي وصلت للنهايات يعني ما كانش حد متوقع وكمانا كابتن فوزي ما يقدرش غير الطريقة دلوقتي خارف ولا شهر قدام لأن اللعيب متعودة بالا سنتين بتلعب بطريقة واحدة ونفس الأسلوب ونفس اللعب هو ما قدرش في الفترة الأولية اللي جي فيها نجح والطريقة كانت نجحة نجحة يعني حتى حتى غير يعني ما ينفعش هو جاي فترة أعداد جي في حوالي عشرين يوم خمسة وعشرين يوم ما قدرش يغير طريقة بالكام هو واخد اللعيبة انتوا بدأتوا كده ونهيتوا كده هنبدأ كده لغاية ما يبدأ يخش في المعترك الرئيسي وهو شغال يبدأ يغير سواء في الطريقة أو في اللعيبة لكن في الماتشات الأولانية دي استحال عشان وكده قلت لك إيه هنوك السجاجة كان صعب جدا من المجازف يبدأ بطريقة تانية بس أنا أتعرف كابتا أمين بص يا أمر ان احنا وانا مدرب قاعد انا ممكن أغير طريقة الفرقة خلص على حسب المستوى الفرقة الأقصادي يعني أنا شاكل اتنين اتنين مثلا ديفندرين ممكن أغير ممكن أجيب ألعب باثنين رأس حربة ألعب بثلاثة اتنين من على الجنب وواحد رأس حربة يعني احنا شفنا في كاس علم التغيرات اللي بتحصل فدي بتعلمنا نتعلم وبعدين عندك يعني أنا يعني بعض رسعات المدربين اللي ما عندهمش لعيبة اللي يتأدي او القماشة اللي عنده ما تدولوش فعشان كده بيحافظ على الطريقة اللي هو ايه حفظهم بيها لو غير لكنني أنت عندك لنادي الأهلي القماشة بتاعته أمين طبع القماشة جميلة وعنده الناس اللي قاعدة بره قماشة جميلة يقدر ينزل يعني وليد سليمان لو تعب او مؤمن زكريا ادوا جامد جدا وادوا الواجب اللي عليهم تعب عندك البديل تقدر تبدل تقدر تطير طبعا أنا عنده أدوات تقدر يلعب بها في أي وقت عندي الأدوات فأنا بقول لك المدرب المدرب اللي هو الزكي اللي بيقرأ الماتش في أول عشر دقيقة عشان كنت مالي يمدول ايه أول عشر دقيقة جاس النبض حتى ما بلعب الفرقة دي وعرفها وشفتها وشفت الفيديو بس هما بنزل اختلف أدائك العيبة انت حماسي النهاردة اللعيب بتاعك النهاردة في الفرمة لا مش في الفرمة ماشي معاه مش ماشي معاه الحاجات دي كلها بتفرق وإحنا عارفين كده طبعا نهاردة أنا يعني نمت كويس وقايم كويس وفرش وكرة ماشي معاه وربنا موفقني وخطفت جون في الأول ممكن معصلقة معاه وليد أزر وضيع جونين كانوا سهلين جدا أسهل من اللي جابه فممكن تفرق معاك كده فهو المدرب لما بيجي يقولك أنا حالة مثلا تلاتة أربعة أربعة أتنين تلاتة واحد أنا غير براحتي أربعة أربعة أتنين أنت الموتش عندك أطلع العيب من وراء وزود فرود أنت براحتك يعني ده المدرب اللي بيقرأ عشان عندك القماشة لكن احنا مش عايزين نقوله كل الفرقة بتلعب تلاتة أتنين أربعة أتنين تلاتة واحد كل الفرقة ده مش كل الفرقة بتلعب زون من تحت ومرة واحدة تلاقي خمسة ستة راحين الكودرة تتاكي هجمات مرتدة سريعة جدا أعيزة تلاتة أربعة مرات على ما توصل الجول كل الفرقة اللي فات والناس كل هجمت فرنسا الدنيا كلها بقت كده يعني زون من تحت وبيقفل من تحت هل كابتن متشاط الدوري بتختلف غير متشاط البطولات اللي هي الصغيرة يعني مثلا دلاتي في كاس العالم انت عندك سبع متشاط من أول مباراة لحد المباراة النهائية واربعة فبالتالي طريق فكرك مختلفة يعني الدوري عندك 38 مباراة عندك تقدر تعاليخ خطأ فازاي كتن بيختلف ما بين بطولة زي كاس العالم أو بطولة أوروبا أو أفريقيا غير بطولات الدوري كمدير فني هقول لحضرتك أولا البطولة المحلية مختلفة تماما في كل حاجة تمام انت كمدرب أو كلعيبة حافظ اللعيب اللي قدامك صام وعارف الفرقة اللي قدامك لعبت معالها أكتر من 7 سنين و 8 سنين و 9 سنين تلعب قدام النادي وعارف طريقة لعب وعارف أسلوبه وعارف هو غرضه ايه من الدوري بتاعك عايز ايه عايز البطولات الكبيرة زي كاس العالم أولا كل يلعبوا نجوم نجوم بلا شك منتخبات كلهم لعبة أخوية كلهم نجوم بيعلعبهم محترفين فأن ده خارج بلادهم أما بتجي تجمع المنتخب المنتخب ليه هدف واحد البطولة هنا في الدورات المحلية كويس لو قعدت في الدوري كويس لو طلعت الرابع كويس فطورة اللعب بتختلف يعني الطموحات بتاعته بتختلف فطورة اللعب بتاعته بتختلف هناك مفيش حد راح يقول لك يعني إلا فرقتين بقى اللي يقول لك التمثيل مشرف لكن لا وهنا وهنا فأنا آه لكن تموح بتاعته ازاي التعرف أمين التموح بتاعته ان أنا أطلع زي ما قال التموح بتاعته أطلع الرابع أطلع الخامس أبا موجود في الدوري ما نهبطش مفيش واحد اسميها تموح ويقول لك احنا هناخد الدوري آه الباقي كله في كاس العالم اتنين تمثيل مشرف والباقي كله اخد الكاس صح فلعبة غير مختلف تماما فبينظم نفسه تلاقي بقى الأدوار التمهدية الأولى تلاقي بيلعب بشكل ويبدأ يخش في التصفيات بتاعت الدوري التاني اللي هي النوك قوت بقى خلاص بيلعب بطريقة تانية خالص بيلعب بشكل مختلف تماما كل ما بيسعد اللعبة زي ما قال الكابتن فاوز قبل كده ان هو بيجهز واحدة 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 لغاية ما بيوصل بين الدورات المحلية وكاس عالم او كاس اوروبا او بطولة افريق صح يعني النادل اهلي النهاردة اكبر مثل انت النادل اهلي النهاردة معلش ما احترام اي حد يقولك ده التالت او كان التالت او الرابع الاسبوع اللي فات لأ هو بيخدها خطوة خطوة هو عارف السكة هتمشي ازاي انت فاهم النادل اهلي في الدوري هنا من اول اسبوع هو راكب الدوري خلاص هتفرق كتير صح فهي ده هو ده الفرق بين البطولات دي والبطولات دي كابتن فوزي يمكن الاهلي في مرحلة المجموعات او مش الاهلي بس نتكلم على اي فريق بطل عايز يفوز ببطولة بيهتم بتجميع النقاط على حساب المستوى الجمهور الجمهور بيهتم بيه وبيكون حاجة بيشوف فريق عليه هل الحراك شايف يعني بترجح الكلام ان اهم حاجة هو تجميع النقاط على حساب الاداء الفني الجيد ولا شايف ان الاهلي يقدي اداء جيد وكمان يحصل على النقاط احنا احنا مش هنختلف على الحاجة ان عندك القماشة القماشة اللي عندك ايه دعيبة كويسة فليه تقدي وحش يبقى فيه فيه حاجة لكن انا ما يكون عندي هذا الكم من اللعيبة اللي حصل على بطول الدور قبل الدور بستة سابيع وبعدين انا حسس ان الدور السنة دي هيبقى قوي عن السنة اللي فاتح بالزبط هيبقى فيه منافسه وده تمنا لده اللي تود لما قال بيحب النادي الاهلي حتى لما بيكسب يكون اداء حلو صحيح لما بيكسبه موتش زي التونشب اللي فات ده بنقول لا نكسب الاول وبعدين نعدي بس وبعد كده نزبط اللعيب لكن اداء اللعيبة وجميع النادي الاهلي بتحب تستمتبع لعيبة النادي الاهلي حتى لما بيكسبه او بيكسبه في الدوري او في الماء افريقية لو ما قداش اللعيبة بيقولك يعني اللعيبة ما قدتش النهاردة لما يقدوا بقى وشوفنا كان فترة اللي فاتت نص الدوري او في في دور في متشاط لما النادي الاهلي دخل بعد طولة افريقيا النادي الاهلي اللعب كرة حلوة جدا وكسب مكاسب يعني بقى يكسب وبيقدي ومتشاط كان قوية وهو كان طلع من كبوة فقدة جامد جدا وصلنا لدرجة انه فراجنا على متشاط بيلعب امين الكرة من لمسة واحدة تاك 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 وبيوصل بالجورة زي شوفنا في كاسة العالم تلات لمسات بيوصل بالجون بيجيب جون احنا عايزين لعيبنا بتاعتنا كده فلما الدوري بتاعك هيبقى عمر قوي هيحسن من اداء اللعيبة طبعا يعني شوف لما النادي الاهلي يروح يلعب في بطولة الاندية على الكاس العالم اللي بيلعبوها بطولة الاندية النادي الاهلي بيلعب معتشاط قوية جدا النادي الاهلي لما يقابل فرق في افريقيا قوية بيحسن من المستواء لكن هلعب في الدوري وضاما ان انا هاخد الدوري او خدت الدوري بفترة وبلعب بقى براحتي بتنعكس عليه بعد كده اللعيبة صح بيبقى اللعيبة في حالة الصرخاء تاني بترجع خلاص ضمنه بعدين يا كنت انفروز بردوب يعني الحتة اللي قالها عمر مهمة جدا ما ينفعش انا لعيبت تلعب واحش وغولة جمع نقاط ما ينفعش لا لعيبت اه الكرة اساسا معمولة للاستمتاع يعني معمولة للاستمتاع الراجل قالك لا امين على الفكرة طبعا اول كلام قلت لك الراجل قال بك المتير انا قلت اللعيبة بتاعت انزل استمتاعي انزل استمتاع انزل استمتاع هتلعب كويس وحتلعب كورة ماهو برشلونا بلعب كورة وباخد البطولة بايرين مونخ بلعب كورة وباخد البطولة المن سيتسة اللي فاتم بلعب كورة وباخد البطولة pigeonوا وانت حاس تجيب جول وخلاص او لازم تمتع الناس اللي جايse تتفرج عليك ومشاهدين وتلعب كرة وتشوف اللعيب الكويس وتشوف اللعيبك هتلعب كويس هتقدر توصل هتلعب كويس هتعرف تجيب جول هتلعب كويس هتكسب لكن الكلام اللي انت بتقوله ده ان انا اخطف دي في البطولات اللي هي ايه انا عايز اخد بطولة البطولة مدتها قليلة يعني انت فهلا ازاي انا عايز اعدي الدور ده كاس مثلا عايز اعدي الدور ده هاخطف وجري لكن مش 38 اسبوع 38 أسبوع هتلعب وحش عشان تجمع النقاط لا ما هو دي برضو يا كابتن يا كابتن فوزي مهم جدا ان في مصر السقافة هنا تختلف استمتاع استمتاع الا استمتاع الناس بتنزل من طبعا انا هقول لك حاجة والكابتن فوزي اكيد هيتفق معايا في الرأي هتشوف الدوري من بدايته هتلاقي فيه فرق على 18 من اول ماتش ده ده امر طبيعي يا كابتن امر طبيعي ايه انت نزل تلعب لا يعني من اول يوم لا انا مش معتما قولة دي صراحة بس يا مين بعد شوفنا اداء يعني كرواتيا دي كلنا كنا منشجحها ليه بتلعب كورة بتلعب كورة ما بتكسبش كده ويعني في اخر ماتشوب بقى تلعب بلينات وقف سرطايا بس اللعيبة ايه رجالة ووزي وفكل الناس تعطفت معاهم فانتمنى زمال امين كده انا عايز مش عايز الاقي الفرقة انزل تقف حال 18 انزل لعب بطريقتك دافع وهاجم ما انت كده كده طول ما انت بتدافع هتتغلب برضه هتتغلب هاجم ويرجع دافع مش هقولك لكن ما تبقاش واقف بقى زمال 18 كلنا لا ما بتعبش كورة ما حدش طالع لو جرد لو جرد يا كابتن فاوز الكورة بتجيلك بتدهالنا تاني يعني انت بتاخد الكورة تدهال فرقة الخصمة تاني طب وبعدين انت ما انت تلعب ايه يعني انت مش عايز اقولك انا فيه ماتشات كتير قوي مش انا الواحد واكيد انتم معايا والسادة المشاهدين وبتاع فيه ماتشات كتير قوي تسيب الماتش وتخش اتنام تسيب الماتش ومش عايز تفرج عليه مفيش استمتاع مفيش فعلا دي حقيق دي لأ يعني لازم بناس تلعب كورة عشان تغرف تكسر الماتشات القوية جدا كاسة عالم المراتي 2018 طبعا يعني كنا حتى الفرق اللي هي بنقول تحت بقت قوية بقتلعب ما بتهبش الفرق الكبيرة ارجنتين طلعت واسبانيا طلعت يعني دي حلوة الكورة يعني هنتمني طبعا طبعا نتمنى النادي الآلي ان هو يفوز بكل البطولات بس الاندية التانية لازم احس انها بتلعب ليه النادي الآلي النادي الآلي طول ما الفرق لأقصادك قوية وانت عامل حسابها وبتنزل تقدب كل قوتك مش نازل باعرف انها حكسة بالنهاردة خلاص فهتلفع بتلعب شوت كويس شوت بعيف هتلفع المستوك هتلفع المستوك وده لفصالح المنتخب يعني احنا لما كنا بالنفرج على المنتخب يعني فيه لعبة كتيرة في النادي الآلي لازم تلعب في المنتخب فعلا لان عندهم خبرة وعندهم أداء وبيعرف يغير لك نتيجة المتش في ثانية يعني ممكن يغير لك النتيجة في ثانية يقلب لك المتش فانتمنى ان زي ما قاله مين انا عايز الدوري بتاعي بقى قوي كاس مصري بقى قوي يعني يعني انا فجاد يا عمر برضو من ضمن الحاجات ان كاس مصري اللي بيعب عمد 23 وبياخد بطول كاس مصر الاحتفال بيه اكتر من اللي اخد الدوري اللي لعب 36 ماتش ولا مش عرف ايه يعني 37 ماتش انا عايز الاقي الدوري ده الدوري ده قوي جدا قوي فرق قوية والنادي الاهلي فعلا بيكسب الدوري وفعلا بيكسب مش قابليها بثلاثة أربعة أسابيع ستة أسابيع خلاص ضمنت الدوري العب العب واللعب اللي هي الفرق اللي هي اللي بتبقى في الآخر امزل اعود لعبتك انك تلعب كورة حلوة الكورة حتى احنا نستمتع وما تخافش ما انت تقول ما انت خايف هتتغلب صح ما تخافش ولعبه زي ما تقدي بس انا برضو كابت فوزي او كابتن عمر شايف برضو ان ان عدم وجود الجمهير في الملعب مأثرة برضو على اللعب وعلى اللعب ده اللعب ده الانديك كبير ده جوه مصر جوه مصر بالنسبة بقى لخارج مصر بكرة حلوك عارف ساعة الملعب 22000 متفر 18000 تصفات طبعت واحتمال الساعة اللي هتكون موجودة في الملعب 5000 متفر هل حلوك شايف ان دي حاجة اجابية للناد الاهلي جدا اجابية جدا لان لعبت الناد الاهلي متعودة تلعب تحت ضغط جماهيري وتسمع الجمهور وتشوف انا اعتقد ان التانيين عمرهم هلعبوا قصاد الجمهور ده كل ممكن يكون الجمهور راح عشان يتفرج على نجوم الناد الاهلي عشان الناد القرن لكن دي مصلحة للناد الاهلي مش مصلحة للفرقة التانية بالعكس دي هتشد من قزر الناد الاهلي هتشد من روح اللعبته هتخلي العيب يلعب باستمتاع سمع بقى الاهات تحت الجماهير فيبدأ يشتغل كويس يبدأ يلعب كرة كويسة هتلاقي الفرق انا بقول هيبقى صالح الناد الاهلي طيب يعني كابتن فاوزي لو حركت دلوقتي مدير فني وفي الناد الاهلي وعندك المباراة الهتكون بكرة ان شاء الله دي خارج ملعبك والمباراة اللي جاية كمان خارج ملعبك يعني عندك التراجي التونسي المباراة اللي جاية خارج ملعبك وانت موقفك في المجموعة عندك اربع نقاط لسه بكرة نتيجة بكرة ما تحسمتش وبالتالي ازاي تفصل وتخلي العيبتك تركز في المباراة دي وتكون حافز لها لمباراة التراجج اللي جاية وما قطع مستر كرتينوين هتلاقي هو عامل حساب هو بيأخذ مطش مطش ما بيفكرش في التراجج دلوقتي أنا بفكر دلوقتي أنا في الفرقة اللي جاية تاون شب إن أنا أخذ منها التلاتة بونط لما أخذ التلاتة بونط أبتدي بقى أفكر في التراج lavender مش عايز أفكر في التراجج دلوقتي لأ له أزد من التلاتة بونط التلاتة بونط دول حيريحوني قوي بعد كده النادي الأهلي أنا عزوز على التراجي يعني زي ما أنت التراجي أنا النادي الاهلي أنا مش رايح تونشيب حتلاعب النادي الاهلي مالذي ملعب رادس هو يعني يعتبر ملعب مش غريب على الاهلي لا والنادي الاهلي معزوز على التراجي تمام الدنيا متختلف بس مش عايزين نقول كده تمام أنا كمدير فني ألعب المش الأول ده تونشيب ولعبتي تأدي كويس وعلى أداء بتاعك وعلى مكسبك كمان برا أرضك في وسط جمهير الفرقة التانية خلي بالك يعني برضو أمين قال حاجة كويسة قوي إن كنت دلوقتي جابت النادي الأهلي متعودة إن فيه جمهور بقالنا فترة كبيرة جدا لعيبت النادي الأهلي يتعود لإن مفيش جمهور خلي بالك دي بتفرق برضو لما إحنا تربينا على إن فيه جمهور فبتنزل وإنت بتسخن وإنت بتأدي وإنت حسس إنه ماتش صعب بتلعب أهلي بتلعب أهل زمالك بتلعب فرقة للتراج مش عارف بلعب إيه الجمهور أعرف إنه مالي اللي ستاد فاللعيبة نازلة عامل حساب الجمهور عامل حساب الجمهور وعارف إنه جمهور ده ده سلاحه بعد ربنا طبعا نمر واحد أنا قلنا الكلام ده قبل كده همين فعلا جمهور النادي الأهلي بالكم بتاع الجمهين بتاعت النادي أهلي بحمسهم بتشجيحهم يعني برضو العشرة تلاف الكلام بصوا بيشجعوا اللعيبة اللعيبة سمع الكلام ده وهي بتلعب سمع ولما جبنا جون وجبنا التاني وجبنا التانية والأغاني بقى والبتاع اللعيبة بحالة إن شاء غير لما تلاقي تبص في المدرج يعني شفنا كاس العالم الجماهير حاجة تفرح طبعا والجميع الجمسيات يعني واخد بالك وشفنا حاجات وبتحصل ساعات برضو حاجات فلازم ما نخافش إلعب بقى إلعب ودخل الجماهير واللي يعمل حاجة زي ما قلنا إيه إتحاسب القانون أكيد طبعا يكون فيه ضابط يا عمر بجد والله الجماهير النادي الأهلي مستوى بيعلى وجود التجمه طبعا في التمرين حتى لعبة تانية طبعا في التمرين عمين ما انت عارف يعني حتى لعبة تانية وبعدين ما عايز أقول لك السؤال اللي انت بتسأله لك كابت فاوزي دلوقتي أنا عايز أقول لك حاجة تصدق إن النادي الأهلي ممكن يلعب ضد الترجي أحسن من أي فرقة يعني أولا لعبة كورة انت هتلعب قدام لعبة كورة والأجواء مثالية والأجواء مثالية وملعب كويس وبعدين انت بتلعب قدام لعبة كورة ايوة لها شكل لها طريقة لعبة مجوم هتعرف تجريم في اللعبة أنا ممكن تخاف على الناد لالي من تقون شيب ده وما تخافش عليم الترجم أنا بكلمك بأمانة فرقة ممكن تلعب عشوائي انت مش عارفها بتلعب ازاي لكن التانين لا فرقة كورة وبتعرف تلعب وفرقة منظمة وتقدر تلعب ملعب كويس تقدر تكسب تقدر لا بتفرق كتير طبعا طبعا لسا مكملين مع حضراتكم في الالي في كل مكان وليلة مباراة النادية الاهلي وفري تاونشوف فولرس في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا قبل ما نروح فصل هقول لحضركم خبر خاص بطولة دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة فيها الجزائر انه تقى هشام توجد بفضية الكراطيف في الألعاب الأفريقية تقى هشام طبعا لعبا من لعبات النادية الاهلي المتواجدة مع منتخب نصر في الجزائر بعد ياسمين الهواري تقى هشام إدرت تفوز بأجمدلية الفضية لحفاظ السريع نرجع نكمل مع ضيوف الكرام ليلة مباراة الاهلي وطاونشوف فولرس في نورة أفريقيا اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي في كل مكان وليلة مباراة الاهلي وطاونشوف فولرس فيها الجولة الرابعة لبطولة دورة أبطال أفريقيا ان شاء الله البكرة هتكون المباراة الساعة 6 بتوقيت القيارة قابليها هتبقى مباراة الساعة 3 مباراة الترجي وإن شاء الله نتمنى نتكون نتيجة سلبية بين الفرقين علشان تساعد النادي الأهلي في نشوار صعوده ومنافسته على لقب البطولة طبعا نكملين مع نجوم النادي الأهلي كابتن فاوزي سكوتي وكابتن عمين عربي اللي مشرفيني ومنوريني ونتكلم معهم بتفصيل فنيا طبعا عن مباراة التبقر كابتن فاوزي كنا نتكلم على وقعة النادي الأهلي مع الأوتوبيس ومن نداية تعرض إلى موقف غريب أن الأوتوبيس سابوا ومشي وبعد كده الأساس خالد درندية رئيس البعث وكابتن محمد يوسف حلوا الأمر طبعا وديها فيش حاجة غريبة عن نادي الأهلي نادي الأهلي دائما بتعرض لموقف زي كده لكن طبعا بخبرت حضرتك اللي طبعا موجودة في أفريقيا مع النادي الأهلي في سفرك ليه البطولات يعني هالحراك شايف أن أفريقيا بغض النظر على اللي بيحصل شايف أنها فيه تقدم عن السنين اللي فاتت دي كلها هو أمر هحنا قلنا من الكلام بس أنا أقول لك يعني فعلا فيه تقدم جامد جدا في كل حاجة في الانتقالات الفنادق الأكل تمام مع أنهم برضو بيتعودوا أنهم بيأخذوا معهم أكل الأهلي واخد شيف بيأخذ طبيق الشيف ما موجود واخد بالك يعني أساس برضو بيبقى ضامن أكل برضو اللعيبة عشان ما يحصلش حاجة فهي الحادثة اللي حصل بتاعتنادي الألي دي يعني هي ده الحمد لله اللي جات على كده إن شوية الحاجات الأدوات اللي بيستعملوها في التدريب والأزاز المية والحاجات دي صح نظبوط يعني كويس ما جاتش في مرة اللعيبة تقريبا تلعوا الفناد الفندو بتاعهم اللبس بتاعهم والفلوس والموبايلات والحاجات اتخذت كلها يعني فدي ده كويس اللي جات في المية والحاجات دي والنادي الألي بيبقى اللعيبة ركبة عربيات ملاكي هتلاقي لعيبة ممكن تركب بعض العربات الأجرى وبالتالي يعني برضو يتحس بالإدارة النادي الأهلي طبعا صوص خلادي الدرندالي وكابت محمد يوسف أنهم حلوا الأزمة بسرعة بسرعة كده معاولوش يعني ما خلوش أي حاجة تأثر عليهم بس عمر ممكن يكون السوال يعني ساب الحاجة وهو تبع المقربصات بس عمر النادي الأهلي طول عمر متعود على كده وطول عمر متعود على المضايقات في أفريقي لأنه بطل طبعا ففرقة راح انت تتلعب فرقة والناس عايز تتحسسك أن النادي الأهلي يعني وحتلاقي أنا يعني زي ما أنت بتقول كده هتلاقي النادي الأهلي اللي قدم شكوى ولا في دماغه القصة للنادي طبعا من يسبله بسيطة جدا خد عربياته ومشي وراح الفندق والموضوع لكن أنا عايز أقول بقى مش النادي الأهلي بس حتى مصر عموما هو ده الفرق بقى بين مصر وبين أي دولة هنا بلد مضيافة تستضيف الناس النادي الأهلي جزء من مصر شوف بقى استضافت النادي الأهلي للفرقة دي لما جيه طبعا على أعلى مستوى على أعلى مستوى وفنادق أحسن فنادق وأحسن أوتوبيسات وأحسن أكل وأحسن شور بس على فكرة دي ده ممكن تكون حالة فردية يعني ليه لأن كابد محمد يوسف برضو قال لك الناس قابلونا كويس جدا ومسهل لنا طبعا وعيس من عدلي موجود وطبعا عدلي لمرأة كابد موزي ممكن يكون سواء الخلوز بيشجع الفرق دي هو بس اللي عايز يتعمل ده طيب يعني كنت نعمين أروح مع حضرتك لفنيات أو نبدأ في الأمور الفنية وخاصة بالمباراة جو الملعب هل هيبقى ضاغط من الأول هل فريق تونشيب رولرز هيبقى هيلعب زون ديفنس ولا الموضوع هيبقى مختلف هينزم من الأول يهاجم فريق تونشيب والأهلي هيبدأ بحضر بسيط أعتقد أعتقد أولا أن الأهلي ممكن يلعب بنفس الشكل ونفس الطريقة اللي لعب بينا معه هيبقى في أعتقد أن مستر كاردروم برضو هيبقى فيه سيناريو للمباراة حوالي 90 دقيقة عمر ما هيبدأ ضاغط أو مهاجم من الأول هيبقى يبقى فيه التزان في النحية الدفاعية هيبقى الأول متماسك عشان برضو ما يجيش فيه جول بدري يعمل لك مشكلة حتى لو الفرقة مش كويسة فأعتقد أن بقى فيه التزان في النحية الدفاعية في الأول نبقى وقفين صح نبقى مأمنين ملعبنا كويس أعتقد أن احنا برضو عندنا السرعات زي ما كابتن فوزي قال وليد أزارو ماشي كويس الفترة ديت أجاي ماشي كويس طبعا وليد سليمان مؤمن زكريا عندنا سرعات كمان هيلة لقدام فأعتقد أن احنا هنبدأ في البدايات أن احنا مأمنين نص ملعبنا كويس قوي ومتمسكين في نص الملعب لنص ملعب اللي هيفرق في كل حاجة صح أقول يخليك كويس في النحية القدام أو يخليك مش كويس في النحية اللي في الخلف فأحنا أهم حاجة نمسك نص ملعبنا كويس أول ربع ساعة ما يجيش فينا جول بدري إن شاء الله احنا نقدر نجيب جول واعتقد أن احنا بإذن الله الهجمات بتاعتنا هتبقى خطر جدا لأن احنا زي ما كانت فوزي برضو تفضل وقال احنا عندنا لعيبة كورة عندنا لعيبة كورة يقدر يقف على الكورة يقدر واحد ضد واحد يفوت عندنا حلول عندنا حلول وعندنا هدفين فنقدر بإذن الله هم بقى اعتقدوا هبدأوا العكس هو خسران آخر فرصة بالنسبة له مباراة بكرة فهو عايز ينزل اضغطك من بدري عشان يجيب جول بدري رايح نفسه بيه كنت ومنت هتبدأ انت لو هو ده السناريو اللي ممكن يكون هو حط أبدأ بدري أجيب جول بدري فالنادي اللي يبدأ يفتح خطوطه جمهور مع الملعب ممكن أنا يفرق معي الكلام ده لكن اعتقد الناد لالي هيبقى فيه لعبة متوازن جدا بين الدفاع والهجوم هيبقى فيه امتلاك لنص ملعب كويس عندنا حلول فردية كتير في اللعبات كتير عندنا سرعات قدام كتير ان شاء الله بإذن الله اعتقد انه هيبدأ بنفس التشكيل بنفس الطريقة زيما كابتن فاوزي وانتا تفضلت بإذن الله يبقى ماتش كويس نتيجة كويسة نقدر نكسب وانا بإذن الله انا متفائل ان احنا هنطلع كسبانين الشوت الاولاني واحد صف والشوت التاني بإذن الله هتزيد النتيجة كمان كابتن فاوزي يمكن في كاس العالم المقولة تغيرت خير وسيلة للدفاع هي الهجوم دلوقتي خير وسيلة للهجوم هي الدفاع تدافع كويس مش يخش فيك هدف بالتالي تأضر في أي وقت تعرف تجيب هدف هل نادي الاهلي فعلا يعني ممكن يستمر النقولة دي وبكرة نشوف أداء من نادي أزال كابتن أمين قال النادي الاهلي يحفظ على خطوطه على توازنه يعرف يباغت في الوقت المناسب ويجيب هدف ويعزز بالتاني يعني بص مع يعني تكمل الكلام لكابتن أمين أنا بقولك ميزة ان المدرب جديد جه للنادي الاهلي لعيب النادي الاهلي كله عايز يوري الإمكانات اللي عنده صح كله عايز يثبت وجوده مع المدير المسلم والراجل ألهب قال لك أنا عايز اللعيب اللي ينزل يقاتل اللي ينزل يكسب يعني ألهب نفسه يعني قال كمان مش هيكون لي مكان اللعب اللي بيفكر في نتيجة سلبية أنا عايز حضار شراطة في ملعب أي مدرب في الدنيا بيفكر الكلام ده إنه عايز اللعيب اللي ينزل يكسب أنا عدي لعيبة بتكسبني هبقى زعلم منه لا طبعا لكن أما لأي لعيبة متخزن ألاي لعيبة مش ملتزم ألاي لعيبة مش هيكسبني لأ إحنا شفنا كسع عالم وشفنا اللعيبة بتقدي إزاي وشفنا اللعيبة بتغير بيطلع واحد نجم وبينزل مطرحوا لعيبة تاني بيغير نتيجة الفرقة الميزة بيجي مدير فني أجنبي جاي جديد برضو على اللعيبة كل اللعيبة عايزة تثبت جدها حتى لعادين بره عايزين يقوله أنا هو أنا برضو اعتمد زي ما شرفنا أسلاب محارب لما نزل عمل برضو يعني أدى فكل اللعيبة دي منيزة مين تعرف للمدرب إنه إن اللعيبة بقرة أنا مش خايف عن نادي الأهلي بس هم عاملين حسابهم وبعدين ماش اللي هو هيبقى برضو التراجي مع كمبالا سيتي هيبقى الساعة ثلاثة يعني مش عايزين نشغله بالموضوع ده أنا عايزهم يركزوا في الماتش ينزلوا يكسبوا وبعد كده يعرفوا النتيجة بعدين خد بالك أعتقد 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 مهمة جدا جدا مدرب جديد بداية فترة إعداد في موسم طويل كل واحد عايز يبدأ الموسم يعني احنا داخلين على دور عام فكل واحد زي ما كابتن فوز قال بالزبط كل واحد عايز أحافظ على مكانته من دلوقتي مع الرابع أنا عايز ألعب بقى أحط نفسي هذه الماتشات اللي هتخليك تلعب طول السنة وطول الدورة فرصة وجدت لأحد عناصر الناد الأهلي اللي موجودين على المقاعد البودلان هو يكون موجود في المباراة بكرة أساس وانا بتكلم على غياب أحمد فاتح حال حدك شايف أن مين قادر أن يعوض غياب أحمد فاتح محمد هاني الأنسب للوجود في مركز الظاهير الأيمان هو على الفترات اللي فاتت هو الأنسب على الفترات اللي فاتت وعلى المتشات اللي في لعبة السنين اللي فاتت أو السنة اللي فاتت هو اللي كان البديل أحمد فاتح مش موجود محمد هاني بس عجب لك ارتلوننا كابتن أمين أنه ما حبش يجهد أحمد فاتح وفضل أن هو يكون موجود طبعا حقه كمدرب هو المدرب يا كابتن عمر هو ما فكرش في نفسه ما فكرش في شخصيته بس فكر في الفرقة على مدار موسم فكر في الفرقة الأدام وفكر الفرقة حسب زي ما كان فوزي قال الماتش ده ايه ما أنا ممكن أفكر اللي انت قلته بقى قبل كده مع الكابتن فوزي أفكر في ماتش التراج ممكن يكون ماتش ده أسهلي ما عندهمش حد في الحتة دي كويس ما بيهاجمش من الحتة دي فابدأ بهاني ورايح فتح عشان ماتش التراج يبقى أصعب محتاج خبرات أكتر محتاج واحد يدفع أكتر هنا ممكن يبقى كده يعني يا جبتنا من يخسر لعب مباراة أحسن ما يخسره خمس مباراة طبعا مخسره في جولة أحسن ما اخسره في جولة أصعب دي حاجة الحاجة التانية أنا ليه وجهة نظر مختلف معلش أنا بأكلمك ويمكن الكابتن فوزي يتفق معي وأختلف خلي بالك كتير جدا من فرق كاس العالم لعبة ثلاثة ورا ثلاثة ورا طبعا ثلاثة ورا إنجلترا لعبة ثلاثة بلجيكا لعبة ثلاثة كويس أنا لو أنا المسؤول طبعا هو مستر كدهون له الحق في كل حاجة أنا أنا بأتكلم كلام طبعا يأتكلم كلام فني ليه ماش عنده أي من أشرف يقدر يلعب ناحية الشمال سعد سمير يقدر يمين ناحية اليمين اللي هو سليف كلبالي يبقوا ثلاثة دولار لور هل مش مجازفة يا كابتن أمين في المباراة خارج مش مجازفة إنه يلعب أربعة في نصف ما أنا أقولك أربعة في نصف الملعب وثلاثة قدام أو أربعة واحد اتنين كمان مش هتلاقي الفرقة التانية خالص أولا ماسك نصف الملعب كويس أصل هي الفرقة أنا بأتكلم من وجهة نظر الشخصية حسب ما شفت الفرقة هنا الفرقة اللي هنا ملهاش أطراف كويسة ما عندهمش هجوم من الأطراف رأس حربة عادي جدا فأنت لما تلعب اتنين في اللجناب زي ساعد سامير وآيمن أشف وفسطيهم سليف كله بالي وساعة الهاجمة اللي اتنين بيدموا لتحت شوية وبينزل الطرفين هتفرق معك كتير طب مين ينزل من نصف الملعب مين ينزل من نصف الملعب عشان فاطر أنت بقى تقدر تحط يعني عندك مؤمنة وعندك وليد سليمان عندك إسلام محارب عندك كتير بس أغبتن أمين هل الطريقة زي ما حالك شايف في الوقت اللي جي مستر كتيرون ما يقدرش يغيى لكن حالك بتتكلم لو كان جي من فترة وكان قعد فترة أخطأ مع اللعب كان ممكن يلعب بالطريقة كون نسبة مع إمكانيات لعب التونشن برب عليك والناد الأهلي زي ما تفضل الكابتن فاوزي وقال والناد الأهلي عنده قماشة تقدر تعمل فيها أي حاجة يعني معلش في فرق ما تقدرش تلعب غير بدول أو ما تقدرش تلعب غير بالطريقة دي إنت أنت دالي ممكن تغير خمسمائة طريقة باللعبة اللي عندك تقدر تعمل مئة شكل بالطريقة اللي عندك عندك اللعبة تسمح لك إنك تقدر تعمل كده مديك إنت كمان كمدرب حرية وعندك لعبة تقدر تلعب أكتر من أكتر من مكان صح أنت فاهم طبعا فدي لكن هو غالبا ومية في المية هيلعب بالشكل محمد هاني كمان مكان أحمد فتح محمد هاني وهيلعب محمد هاني لأنه ده أسلم حاجة ولو أنا مكانه هعمل كده دلوقتي ده يعني سبحان الله أحمد فتح تصاب وفاة والد ميد وجابي وبالتالي العدد اللعيبة يعني اللي مقايجين أفريقين هم يدوبك يعني على أدل ما أنا بقولها في النهاية هو هيلعب بالطريقة دي لأنها دي الأسلم وهي دي الأرجح دلوقتي وهو إحنا بكرة بصراحة مش عايزين نجازة إحنا عايزين ناخد طلطة بهم صح صح نظب فما فيش وقت لنا أشقل بأي حاجة صح صح فربنا سهل إن شاء الله كابتن فاوزي هل دكتة بودلاء قوية بتدي المدير الفني يعني بيكون متطمن وفي نفس الوقت طول ما أنت عندك بديل كويس لو أي حاجة حصلت خلال 90 دقيقة تكون عارف إن أي حد هيكون مكان أي حد هيقدر يقدر يقدر نفس القوة أستغذينك بس أكمل لكابتن أمين بس كلامه وأنا ممكن زي ما كابتن أمين بقول رأيه طبعا طبعا مستر كارتون هو اللي هو اللي عارف وهو اللي هيبدأ بطريقة وهو اللي شايف أنا ممكن أغير في أداء اللعبة كابتن أمين على حسب النتيجة طبعا يعني أنت زي ما ممكن تلاتة وارا وممكن أزود في نص الملعة وممكن أزود راس حربة نصف زي كان بلعب كابتن جوال جمعة راس حربة في بعض المباراة أنا ممكن أقول لك إيه أبدأ بفلان طب أفد الفلان ده يمكن كان تعبان شوية كان عيان درجة حرارته زادت أنا معرفش هو المدير الفني قعد معاه وهو اللي عارف وحسس باللعبة كلها طبعا فأداءه الطريقة بتاعت اللعب ديها كابتن أمين مع الماتشات الأفريقية اللي بره مع بداية فترة بداية ماتشات رسمية أفريقية وكنت فعونك الزجاجة وربنا قرمك الماتش عايز الماتش ده مش هنجازف قطعا إلا بعد نتيجة تطمنت عليها وأداء اللعبة اللي قدامك خلاص وإنت متطمن على اللعبة بتاعتي اليوم بتاعتي اليوم بتاعهم واللعبة فيئة جدا والجو جميل زي ما احنا عرفنا وربنا موفقهم ونعرز أهداف أقدر أغير أقدر أطلع أريح لعيب ونزل لعيب تاني عشان أستعد مثلا للماتش اللي بعده فهو ده ده تكملة لك بالنسبة للعاديين برد البودلاء احنا اتفقنا أن لعيبة النادي الأهلي مفيش أساسي واحتياطي يعني أنا بتكلم على أحمد فتحي طبعا أحمد فتحي من الخبرة والرجولة والإصابة اللي ربنا يشفيه إن شاء الله والمستر كنترون فعلا ريحه عشان يستعين بيه في ماتش التراجي ده كفية السفر كابتن فاوسي لما السفر كمان متعب هو طبعا قطعا أحمد فتحي مش هيسيب الماتش أحمد فتحي قطعا هتلاقي عنده حصلت له إصابة طيب عشان كده شافوا إن هو لو سافر هكان ممكن ياخده معاه ويتعالج هناك مثلا أو يكمل لفترة العجب بس هو قال الراحة بتاعته أحسن له طبعا ومحمد هاني محمد هاني من اللعبة الكويسة جدا جدا خلي بالك يعني محمد هاني فعلا استعان به كان حسن بن بدري استعان به ولعبه سردباك يعني أنا عندي ولعبه في نص الملعب ولعب أكثر من مكان يعني لما يكون عندي لعيب زي محمد هاني ولس صغير ولعب بيقدي ولعيب كويس جدا وبيقدي في مركز الباك اليمين ده فعلا حاجة كويس طبعا ويتمنى أن يبقى في كل مركز عندنا اتنين تلاتة نادي الأهلي لازم كده يعني في أفراكيا شوف أنت بتقول ليه يعني ميدو جابر الظروف وفات والده إصابة أحمد فتحي عندك العدد بتاع أفراكيا لأ أنا عندي العدد في أفراكيا لأن عندي مطشوات كتيرة والأهلي بيلعب على بطولة الأهلي بيلعب على بطولة ما بيلعبش على ماتش ما بكسبش ماتش واتغلب ماتش وانهزم واطلع في نهاية البطولة ولا حاجة لأ نادي أهلي بيلعب بطولة عندك دوري عندك كاس مصر عندك بطولة كاس عالم أندية عندك بطولة عربية محتاج اللعيبة كلها فعشان كنا نتفهمها بعض أن الدكة اللي بره طول عمرنا الدكة اللي بره بتاعت النادي الأهلي ممكن لقيت بينزل حتى لو صغير يكسب الفرقة صح يعني لقدر أصدر مسلا بدأ أشياء موجود حصل أي حاجة عنده ده مران محسن يعني ممكن ينزل إيه خلص الماتش وصلاح محسن وصلاح محسن طبعا لا نحن نسألسا نتكلم بس نروح صلاح محسن مش موجود مش حابتينه ولا أهم طبعا مسأل صلاح محسن برضو من الفراو ده إن شاء الله اللي هيبقى ببصمة جمه إن شاء الله يعني لست مكملين مع نجومي في الستوديو لكن معنا التقرير مع زميل محمد سعيد مع الكبتل محمد يوسف المدرب العام والخائم بأعمال مدير الكرة عشان نسمع رأيه قبل ليلة مباراة النادي الأهلي وتاونش فرولز في الجودة الرابعة لبطول الدوري أبطال أفريقيا نروح مع التقرير ونرجع نكمل مع حضرتكم المشاهدين كانت الأهلي في كل مكان أهلا بكم جدير ندخل بعثة تفريق النادي الأهلي وكاوليس حصرية وليلة المباراة هذه المباراة الهمة التي ستجمع بين تاونشب والأهلي في إطار مباراة الجولة الرابعة من مباراة البطولة الأفريقية تفاصيل كتيرة متابعة فنية بالطبع لكل حريص يعرف آخر أخبار بعثة تفريق النادي الأهلي الجهاز الفن ازاي يستعد لهذه المباراة حالة اللاعبين جاهزية اللاعبين أهمية هذه المباراة في ذل سلاسة نقاط هامة جدا بعد الفوص في المباراة السابقة ببرج العرب بسلاسة أداف مقابل لشه لذلك عشان نعرف كل هذه التفاصيل نقترب أقصر من صاحب الحدث الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الأهلي والقائم بعمال مدير الكرة كابتن يوسف أولا برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي في ليلة المباراة والكل بالتأكيد نحتاجي تطمم منك عن حال الفريق في هذه المقرهم أهلا بك محمد طبعا في البداية سعيد أن نكون في بيدي طبعا في بيدي كابتن النادي الأهلي أهلا بك نتمنى إن شاء الله أن نحن نوسط جدا في الهدف من الرحلة دي أساسا هو مباراة بكرة إن شاء الله تاونشيب المباراة التي تعتبر الجولة الرابعة في دول المجموعات إن شاء الله نحصد تلات نقاط عشان نبقى سبع نقاط ناخد خطوة كبيرة في طريق التأهل إن شاء الله للدور التالي يعني زي ما أنت طبعا متابع معنا وكل الأخوة طبعا الصحفيين بغطوا الأحداث بتاعت الفريق إن شاء الله البعثة اللي موجودة يعني قابلنا شواء الصعوبات لكن دي ممتعودين فيها في أفريقيا حاجة طبيعية طبعا يمكن ممكن تكون جديدة على السفرش أفريقيا كتير لكن إحنا متعودين متعودين بعض الحاجات اللي بيحاولنهم يعني يستفزونا أو يحاولوا يحطونا في بعض الضغوط لكن الحمد لله لعبتنا عندها خبرة كبيرة حتى الجهاز كله اشتغل قبل كده في أفريقيا وميستر كارترون كان عنده تجاره في أفريقيا قبل كده وعارف كل هزي المواقف طيب أنا على الكلام مواقف الأخير بس مش بتفصيل لأنه أكيد هذا الملف أفلتوا بسرعة وحضرتوا اللعبة المضش بكرة لكن لغاية مبارح كان فيه معاملة جيدة وكان فيه لقاء لحضرتك وكابتن سامير عدلي مع رئيس نادي تاوشيبه وكانت دعوة منه واتكلمته على بعض والدنيا كانت تمشى في شكل جيد هل موقف النهاردة موقف عارض تصرف شخصي ولا شفت الموقف إزاي في ظل النوتوبيس بعد التمرين فجأة ما كانش موجود مع البعثة لصد رئيسي يعني هو طبعا يعني قبل ما أخش معك في التفاصيل أعايز طبعا يعني أعز لي طبعا ميدو جابر والده مبارح جالنا الخبر وربنا يعني يرحمه يدخله في فسيح جناته يصبر أهله أولاده وكل أسرته وإن شاء الله ميدو يكون وصل خلال الساعات الحالية اللي احنا بنتكلم فيها يكون وصل إن شاء الله لبيته سالم إن شاء الله يعني طبعا احنا بالنسبة الحاجات اللي قبلناها أنا كان عليها زيارة مبارح مع المؤنسي العدلي للرئيس النادي على اساس نحنا يعني كنا عايزين نتطمن على رد فعله بالنسبة لإستقبالنا ده رقم واحد إن احنا عملنا معهم كل حال كويسة تعرف النادي القري دائما بيستقبل الفرة الأفريقية أو أي ضيوف لي بيجي لعبوا في طولة أفريقية أو أي بطولة بيقدم لهم كل سبل الراحة ومن خلال حتى الانتقالات الاستضافة الفنادي اللي بيعود فيها كل حاجات تبقى ميسارة الملعب التدريب ملعب المباراة كل الحاجات واجهنا شوية حاجات طبعا من بداية ما جينا مواضيع التأشيرات ما فيش أي حد من النادي كان ليدور أنه يعني يبقى موجود معنا في المطار بالإضافة طبعا لسوق حالة الأوتوبيس اللي موفر هنا الملعب برضو كذلك فيه شوية حاجات لكن في النهاية احنا متعودين بالكلام ده في أفريقيا كان عندي مقابل مبارح مع رئيس النادي غير لنا الحمد لله الأوتوبيس دي نقطة برضو يعني كويسة في نفس الوقت يعني الملعب برضو كان لي أجواء غير عادية لكن في النهاية احنا متعودين على هذه المواقف في أفريقيا وبنتعمل معها وبنقلب كل الصعوبات بنحولها لدوافع بحيث نحن نقدر إن شاء الله نوصل لهدفنا نحن عنينا على الهدف بتاعنا هو 3 نقاط بكرا إن شاء الله عشان نقطع خطوة كبيرة إن شاء الله في مشوارنا أرجع بقى للخبر اللي كان حزين موضوع ميدو جابر طبعا وجهت له التعازي في وفاة والده لكن الخبر يعني حصل إن برحل وطبعا أنا فجئت بعد العاشة فجئت بعض اللاعبين يعني أو بالأخص السلية ومؤمن جولي قالوا كابتن حصل كذا 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 وجلنا رسالة فطبعا بالفعل على طول اتحركت روحت الميدو في غرفته الجهاز كله طبعا ويعني عرفت منه إن هو عايز ينزل على أسرع وقته وطبعا بالسؤال طبعا نصر كارتلون فقال طبعا ده طبيع جدا إن هو لازم ينزل عشان يعني يتواجد مع أسرته ومع أخواته حاجة مش عادية وحاجة مش سهلة لعيبة كلها كانت موجودة عنده في القوضة في خلال دقائق معدودة في نفس الوقت طبعا بدأنا نتحرك عن طريق كابتن السامير عادلي ونجيب له أسرع حاجة نحجز له طيران بأسرع وقته إن هو ينزل للقاهرة على أساس ما كانش متلاتب حاجة طبعا فخلال يمكن ساعات وليلة تاني يوم عطول ميش الصبح بدري عشور كابتن فريق تكلم عليه في المؤتمر الصحفي لكن هل يؤثر على استعدادات اللاعبين للنواحي الزهنية يمكن النهاردة عشور تكلم في نقطة إيجابية قال إن هذا الموقف دافع إيجابي لنا عشان نكسب عشان نكلم ميدو جابر ونهديه الروح لوالده يعني الثلاث نقاط إهداء لروح والد ميدو جابر مضبوط أو بالفعل يعني دائما لعيبة الناد الأهلي والأجهزة الفنية في ناد الأهلي بتقلب كل الصعوبات اللي دوافع الموقف ما كانش سهل خصوصا اللاعبة تلقت هذا الخبر بصعوبة شعوره طبعا هم موجودين وميدو وهو بعيد عن أهله فدي حاجة طبعا فيها صعوبة شوية لكن احنا الحمد لله النهاردة قدرنا ان احنا أحم أحم من الأبواء والد ميدو من الناس اللي يشجعون نادي الأهلي وأهلاوي جدا وميدو جابر من اللعابين المميزين سواء سلوكا أو على مستوى الفني فأنا تمنى ان شاء الله ان احنا نساعدهم نساعد ميدو جابر ان شاء الله تبقى نتيجة إيجابية تعوضوا عن بعض حالة الحجن اللي هو فيها اهلا بحضراتكم من جديد في الأهلي في كل مكان والتقرير مهم جدا مع الكابتن محمد يوسف من طبعا من زميلي محمد سعيد المتواجد مع البعثة في بوتسوانا كابتن فاوز اكيد كلام مهم الكابتن محمد يوسف اتكلم عليه بالأخص جزئية مستر كارتيرون لما عرف بوفاة والد ميدو جابر واثروا ان هو يكون موجود في القاهرة علشان يكون موجود بجانب اسريته طبعا يعني الامور كابتن لما المدير الفني يكون قريب من اللعبين ده انا اعتقد يعني يعني بتخلي فيه درجة صلة قوية بين اللعب والمدير الفني بتناكس عليه داخل الملعب اه طبعا طبعا امر يعني طبعا بنشكر مستر كارتيرون ان هو يعني في الحالة حالة نفسية بيبقى فيها اللعيب طبعا ان والده توفى هو في غربة وممكن يكون هو الاخ الاجبر يعني هو الموجود طبعا وفيه ارتباط جامد بوالده يعني لو يمكن اي حد تانية يمكن كان العملية لكن مستر كارتيرون طبعا حسس بالنفسية بتاعت العيب يعني ينزل طبعا ويؤدي واجب العزاء فحاجة كويسة جدا كمان اسمعتها محمد يوز قبلها كان بيكلم على الاجواء بتاعت افريقيا اللي احنا كنا منتكلم فيها الاقامة ازاي بينزلك في الفندق كويسة انت بتعامله هنا احسن معاملة بنزلوا فنادق كويسة جدا انا شفنا الفنادق في افريقيا مفيش بيبقى فندق او اتنين هو الوحيدين فبيجيبك مثلا نزلك فندق درجة تالتة مستوى بيوحش جدا القوض ما بتبقى وحش لو جدني حر تلاقي القوض بيوحش تكيفات الحمامات سيئة الملاعب بيجيبك ويوديك في ملعب فرعية تتمرن في ممكن في الجنينة بتاعت الفندق نفسها او ملعب صغير يعني بيعاول يعمل لك معوقات عشان يضيقك فطبعا انا شاف كابتر محمد يوسف فعلا انه ان احنا استقبلناه كويس جدا فمفروض كان اولى ان احنا هم تمان يستقبلونا فعينت الاتحاد الافريقي بقى تبقى دي يعني الرسالة لي فعلا ان انا زي ما بقى التعامل لازم اعمل ويبقى اساس وفي محاسبة يعني انا ممكن اعملها له انها ممكن اغرامه لو انت انا منزلتك مثلا في فندق خمس نجوم انت تنزلني في فندق خمس نجوم الاتوبيسات تبقى مكيفة الاقامة التحرقات الرئيس البيعثة الوفد اللي موجود معاهم البي اي بي الحاجات دي كلها تبقى معمول حسابها وكابتن سامير عدلي طبعا تلاقي هو سافر سافر قبل البعثة بيومين عشان يزبط كل الامور وبيعاني طبعا بيشوف ملناش صفار هناك عشان بي بصوانا ما فيش فطبعا بيعاني كابتن سامير انه هو يوفر بس طبعا ساتي سفير اللي موجود في جنوب افريقيا يعني عمل اللازم وكان موجود مع كابتن سامير عدلي عشان يسهل وساعة النادي الاهلي يما بيلاقي الفندق وحش بينقل اللعيبة في فندق تاني على حسابه صح في ريت الاتحاد الافريقي يبقى فيه الزام المعاملة بالمثل لأمتلا هيبقى فيه غرامة فانما يبقى فيه غرامة كبيرة لان مش هيقدة يخصم نقط هيقولك بيقى فيه غرامة ماليا طبعا كلام اللي قاله كلام مديوسف الحاجة كويسة جدا كويسة جدا ودي يعني مش غريبة عن نادي الاهلي على عيبة النادي الاهلي ان هما اتعهدوا ان هما ان شاء الله يفوزوا ويفوزوا والمتش اهداء الروح والد كابتن ميدو جابر ان ربنا يرحمه يا رب ويحسن مسواه ويبقى دي يعني بيقدموله حاجة بسيطة ولان ميدو حيبقى برضو قلبه يعيني والده وفي نفس الوقت في نتيجة المتش فطبعا دي تعاود من اللعيبة ان هما انه يعدوا يعملوا ممطش قويس ويكسبوا ان شاء الله يبقى اهداء لروح والد ميدو رايح رايك في كلام كابتن محمد يوسف والله لا مش اختلف كتير مع كلام الكابتن فوز اللي قاله الكابتن محمد يوسف طبعا اولا حتة العلاقة الانسانية بين المدرب واللعيب دي مهمة جدا 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 ودي اللي بتشجع العيبة بعد كده ان هما يعملوا اي حاجة صالح نادي ومصالح المدرب وزي ما قلت لك قبل كده المدرب ما بيفكرش في نفسه بس بيفكر في كل الاجواء اللي حواليه النادي نفسه ما بيفكرش في مصلحته بس بيفكر في مصلحة اللاعب ومصلحة بيته اهله اصريته فاعتقد ان دي حلقة انسانية كان لازم يحصل فيها كده ودي حاجة يشكر عليها مستر كارترون والنادي الاهلي عموما طب اه نمرة اتنين برضو زي تكلمنا وزي ما كدت فوزي قال اجل الاجواء الافرقية اجل 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 استقبال كويس والنادي الاهلي بيستقبل الناس لكن انا برضو كدت فوزي ومع كابتن عمر في حاجة ممكن تبقى حالة فردية يعني كل ان الوطوبيس وعربيات ومش وخلاص يعني لا عمل لك في اكل حاجة ولا نايمك في فندق تعبان ولا وقفك ساعتين ثلاثة قبل المتش ولا حاجات سهلة يعني تقدر تتخطاها والنادي الاهلي يمهنه كبير مفيش حد استقبلهم في المطار يعني برضو دي كابتن مهنال الاهلي نال كبير ومتعود وبعدين الكبير تملي بتخطى حاجات صغيرة مش قصلي ده بيبقى مؤشر ان كنت هتقابل معاقات خلاص اكيل اول ما فيش استقبال من البيعثة دي تعرف ان هم عايزي دايقك حاجات دي مش تعطى للنادي زي النادي ممكن نادي تاني صغير ايه لا او ايه النادي لقالي خلاص عدا المرحلة دي فمن بيبسش وراه نادي لقالي بس قدام هي دي القص فعتقد انها كلام يعني اللي قاله عشان نتفق على التشكيل هل تشكيل النادي بكرة هيكون التشكيل اللي بدأ بيه المباراة الاخيرة باختلاف احمد فتحي هل عما كان محمد هاني يعني شناه في حراسة المرمى محمد هاني سعد سمير سليف كلبالي علي معلول في وسط الملعب اثنين عمر السلية وحسام عشور وثلاثة قدامهم وليد سليمان ومؤمن زكريا جونيور أجاية واما في خط الهجوم لانه هم فعلا دول ودول فعلا العناصر الرئاسية والخبرة اللي موجودة في الفرقة ولعب الموضش الاولاني واعتقد هم هيبقى يعني نفس الأداء ممكن الأداء في التحرقات في الخطة ما فيش لغير محمد هاني كمان ربنا وفقه ان شاء الله بكرة ويعود غياب احمد فتحي وهو عودنا على كده وطبعا السلية وحسام عشور وليد سليمان ومؤمن زكريا وجوني الأجريا كمان يفرق جامد جدا لما جدا في مستوى وبيرجع للفورمة بتاعته يفرق جامد جدا جوني الأجريا طبعا وجوده جامد جدا بيلعب يعني بيدافع وبيهاجم عنده يعني عنده خبرة كمان في أفريقيا دوقتي فبستين هو مستر كارتيرون مش حي مش حي جاسب برضو المرش ده كابتن أميني يمكن خمس لعيب على مقاعد البودلاء بعد ما يعني أميدو جابر زي ما احنا تابعنا خلاص تخلف وسافل ظروف وفاة والده أيضا أحمد فاتح ما كانتش موجودة بالتالي خمس لعيبة بس على مقاعد البودلاء هل عليك شايف أن الخمس لعيبة اللي موجودين دول إن شاء الله قادرين على سد أي صغرة موجودة في الحضرش اللاعب إلا هيدا والمبراء لو حصل أي شيء تقدر الله إن شاء الله لأن انت ورد لما تبص للخمسة اللاعبين بالضبط أسماء تقيلة أسماء تقيلة والمراكز كل مركز في واحد أو اثنين طب شايف شايف مين من اللاعبة يا كابتن الخمسة اللي موجودة اللي ممكن لما ينزل يعمل فارق لا أي حد فيه صدقني أي حد فيه أي حد فيه ما هينزل يعمل فارق لأن الخمسة لعيبة مميزة طبعا ولعيبة كبار جدا وبعدين الخمسة كمان عنده خيارات في لعيبة يقدر يلعب في قلب الملعب يقدر يلعب على الطرف يقدر يلعب راس حرب يقدر يلعب تحت راس الحرب فعنده زي ما كابت فاوزي برد كل مرة هقولها كابت فاوزي قال لك القمشعة في النادي الأهلي مختلفة عن أي حد فالخمسة يقدروا لعبه والخمسة يقدروا يعملوا الفارق مع النادي الأهلي وإن شاء الله ده هو القد اللي إحنا بنتمنى وبإذن الله يبقى المكسب حليف النادي الأهلي بك إن شاء الله كابتن فاوزي طبعا شرفتني ونواطيني النهاردة في وجود حضرتك معايا في الأهلي في كل مكان وتكلمنا مع حضرتك في ليلة مباراة الأهلي وتاونشيب فروز في طول الدورة بطول أفريقيا متشاكين يا عمر وسعيدنا أنا معك النهاردة وزي ما قلنا الماتش اللي فات برضو كان قبل ماتش التاونشيب الأولاني اتمنى لنا النادي الأهلي يفوزي بقى وشينا حلو يبقى أنا وكابتن أمين بقى وشينا حلو عليهم بكرة إن شاء الله ويفرح جمهير النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي بإذن الله كابتن أمين شرفتني ونواطينينا كابتن وإن شاء الله يكون موجود معايا تاني أنا سعيد إن أنا معكم مع الكابتن فاوزي وده حاجة تشرفني إن أنا بقى موجود في القناة ويا رب بس بإذن الله زي ما كان فاوزي قال نكسب بكرة وتبقى مصر كلها فرحانة لنا الليل ما بفرحش جمهيره بس بفرح مصر كلها إن شاء الله طبعا كلما حضرتكم مع اتنين من نجوم النادي الأهلي كابتن فاوزي سكوتي وكابتن أمين عربي في ليلة مباراة الأهلي وطانش برولرز في أجالة رابعة لبطول الدوري أبطال أفريقيا قبل ما نروح لفاصل طبعا هيكون معنا ضيفي فيه الجزء الأخير من الحلقة الأهلي في كل مكان الأستاذ طارق عود النقد الرياضي دي الجمهورية لكن زي ما حضركم عايفين دائما بنحاول نختار لحضراتكم فقرات بتحبوها وخاصة لجمهور النادي الأهلي فقر 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 علشان كده قرارا نحن نجيبها ونختار لحضراتكم علشان تفرجوا ونستعيد ذكريات الانتصار علشان نكون مشحل وان شاء الله على مباراة بكرا روح للفاصل السريع وأرجع أكمل مع حضركم في الأهلي في كل مكان أهلا بحضراتكم من جديد في الأهلي في كل مكان وقال للك مباراة الأهلي وطاونشيب رولرز في الجولة الرابعة لمطول الدوري أبطال أفريقيا يكون بكرا ان شاء الله الساعة 6 بتوقيت القاهرة قبلها في مباراة مهمة جدا الساعة 3 ما بين التراجع التونسي وكمبالا سيتي في نفس المجموعة كل توفيه إن شاء الله للنادي الأهلي ويرجع بالثلاث نقاط وإن شاء الله يكون انطلاقة وخطة مهمة جدا للنادي الأهلي في حصوله على بطول الدوري أبطال أفريقيا بيشرفني وبينواني فيه جزء الأخير من الأهلي في كل مكان الأستاذ طاري عاود الناقد أرياضي بجريد الجمهورية عشان يتكلم معي أيضا عن وكتنظروا فيه مباراة بكرة ونتكلم بشكل أكتر عن الأحداث اللي بتدور حوالين المباراة سترى إزاي حضرتك أهلا وسلم بيك ترى أمور حضرتك شرفني ونوارني والله أنا أكتر حصول جدا طبعا مباراة بكرة والسؤال الإكباري زي ما قلت لحضرتك هو إزاي شايف مباراة بكرة النادي الأهلي طبعا الظروف اللي مر بيها من بداية سيئة بعد كده تحسن في النتيجة وأيضا الظروف اللي بتقابل النادي الأهلي وفاة ولد ميدو جابر ونتخلفه وصفروا عن البعثر وقناة الحامو وأيضا إصابة أحمد فتح شايف المباراة النادي الأهلي قادر إن شاء الله على الفوز طبعا بتأكيد النادي الأهلي إن شاء الله قادر على الفوز خلينا نقول أن المتش ده هو مفتاح التأهد النادي الأهلي تمام النتيجة الأولاية كانت مش مبشرة بكل شكل زي ما كنا عارفين تعادل مع التراجي هنا في القاهرة للأسف حصل دروبوود للأهلي تغلق في كامبالا في المتش الثاني 2-0 بدأ بقى مرحلة استعادة التوازن يعني كان المتشين اللي قبل كده تحس نادي الأهلي مش هو نادي الأهلي بعد كان استعادة التوازن ده إن نادي الأهلي بيلعب على ملعبه بيكسب 3-0 بيؤدي أداء كويس جدا أداء مقنع بشكل كبير جدا رغم أنها كانت المبورة الأولى للفرنسي مستر كالتيرون لكن الحقيقة كل الستاتيكس اللي تلعت من المتش بتقول أن نادي الأهلي كان مسيطر كان عنده استحواز قدر يعمل هجمات قدر داعي جوان وبالتالي هو كان الأفضل على كل المستوىات عشان كده بكرة إن شاء الله نادي الأهلي عنده نفس الحزوز عنده نفس الفرص أنه يقدر يحقق الفوز وأعتقد أن كل اللعيبة والجهاز الفني عندهم يعني وعي كامل وإدراك كامل بمدى صعوبة المتش وأهمية المتش في أنه يتقاهل الدور اللي جاي أعتقد أن أن هي دي الفرصة اللي ممكن تودي نادي الأهلي الأبعد من كده كتير في البطولة يمكن نادي الأهلي دايما كان يتعرض لموقف صعبة وكان بيبقى أدها فان شاء الله بكرة بإذن الله أنا واثق أن الجهاز الفني واللعيبة هيكونوا أدى المسؤولين طبع أسترالي يعني هنتكلم على الجزء الصحفي والخاص بمباراة بكرة شايف إزاي الصحف المصرية تناولت أحداث مباراة الأهلي وطاونشب حولر في دوري الأبطال طيب خلينا نقول أن اللي على السياحة بوجود دلوقتي هو النادي الأهلي هو المتصدر كل العنوين بجانب طبع النادي المصر برسعيد على طبع أن هو بي العم في الكون في درالي يمكن أن بعد كاس العالم ما فيش كورة في مصر بشكل وفيش شريعان رسمي طبعا غير دوري سيبدأ طبعا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله وبالتالي ما فيش عندنا عنوين غير النادي الأهلي هو المتصدر العنوين أعتقد فيه بوسن للنادي الأهلي بشكل كبير جدا كل الناس مدركة أهمية المباراة ومدركة تماما أن النادي الأهلي هو بيعاب الاسم مصر وبالتالي أنا شايف أن فيه دعم للنادي الأهلي في الصحافة المصرية وتمنى أن الدعم ده إن شاء الله يستمر ويتواصل على تبارنا هو بيمثل مصر في البطولة هو المصر الوحيد مصر للبطولة فما عندهمش غير النادي الأهلي يكلموا عليه أو النادي المصر طبعا من نسبة الكوددرياب يكلموا عليه الدوري لسه نبدأ من الاسبوع اللي جاي هنتكلم فيه بقى ونبدأ نشتغل طبعا نبدأ بقى نشتغل تاني زي الأول هنقول لها لعب من الماتش ده أو الدوري الجاي وطبعا تفتحه قدام الإسماعيل وكلام كله فأعتقد أن فيه مساندة للنادي الأهلي في المباراة طيب يعني بطولة 2013 بطولة كانت صعبة جدا لكن في النهاية كانت نهاية سعيدة بفوز النادي الأهلي بلقب كبت محمد يوسف كبت محمد يوسف طبعا طبعا فشاء الظروف أن كبت محمد يوسف يعود من جديد في الجهاز الفني للنادي الأهلي لكن كمدرب عام وقائم بأعمال مديرا كرة هل حالك شايف أن النادي الأهلي أنا مش عايزة قارن لكن هتكلم على حتة الصعوبات للنادي الأهلي بيقابلها دايما في البدايات لما يكون الدنيا صعبة لعبة الأهلي بيكون رجالة بيكون مدركة الكلام ده وفي الآخر بتعرف توصل للهدف اللي هي عايزة هل ممكن ده يتكرر إن شاء الله بس هو خلينا نقول أن الصعوبات ما تبقاش على البدايات بس ولكن كمان في النهايات يعني لو كان الأزمة في 2013 المر بيها النادي الأهلي واللي كان موقف صعب بيها وكان لغاية الجولة التالتة ما كانش عنده غير نقطة واحدة وقدر يكمل بعد كده ويفوز على اليوكار رايح جاي وبقى عنده سبع نقلات وبعد كده فزع للزمال وكمل وصعد وخد البطولة في النهاية ففي النهاية النهايات كمان كان دايما النادي الأهلي قد المسؤولية النهايات ثلاث بطولات من النادي الأهلي خدهم تعرضت ثلاث موقف صعبة جدا في 2001 لما كاننا باللعب الترجي في الدرقى بالنهاية مش هنننسى الجنوب تاعة الحقيس في 2006 انت رايح هنا متعادل مع صفاكسي واحد واحد والغاية الديها 93 ومش عارفها تفوز بادلاء أو تريك في 2012 متعادل هنا برضو واحد واحد على معتقد أو اتنين اتنين ورايح تفوز هناك الترجي ورايح تفوز هناك اتنين واحد فالنادي الأهلي عشان كده يمكن هو ده سر التعلق الجماهير بالنادي الأهلي انه هو بيقى أدى المواقف دايما أدى المواقف الصعبة قادر انه هو وأنه كابتن عمد متعف في الفدرالية طبعا يعني كان خلاص ماتش خلص وكلنا كنت قعد في الاستاد وخلاص ومتمروح خلاص من غير بطولة يعني وكان الحمد لله ربنا كربنا وكانت بطولة في النهاية جاية في الوقت الضائية يعني وكانت أول لقب لنادي الأهلي في بطولة تكون فدرالية فعايز أقول إن مش شرط إن كان ما المواقف صعب على نادي الأهلي في المجموعات لا ده بيقى في مواقف أصعب كتير جدا ونادي الأهلي بيقدر يعد منها بشكل كبير بطولة بيكون لها طعم يعني البطولة بيكون صعبة وفي الآخر بتفوز بيها بتكون لها طعم كده ومذاق مختلف ولا الموضوع بيبقى بطولة زي أي بطولة أنت ناسي بطولة 2006 ما فيش حد في الجمهور نادي الأهلي كله لا يقدر ينسى بطولة 2006 ولا بطولة 2012 ولا حتى البطولة رغم أننا كمنا ده يعني ماتش ترجي له بتاع جوند كابسة عبد الحفيز كان في سيمي فاين كان سيمي فاين لكن ماتش طبعا وجون جاي من شكل بعيد جدا وتزديدة بعيدة جدا ما كانتش متوقع أكيد طبعا بقى لها طعم كبير جدا وده السبب اللي زي ما بقولك بيخلي جمهور نادي الأهلي متعلق بفرقتهم هو ده سبب الحب والعش للنادي الأهلي في كل مكان أن في عز الموقف الصعبة بتلاقي العيبة قد المسئولية بتلاقي الجهاز الفني قد المسئولية بتلاقي نجوم بتطلع في مبارك مش ممكن تنسى أبدا وتقدل متعلقة بأزهان وقلوب الجماهير حتى النهاية حتى مدلعنا طيب يعني لو رحنا لفريد تونشوب ونتكلم عليه سريعا هل شاف عليك خمس سلاف متفرج من 22 ألف ساعة الأستاذ هيبقوا عامل إيجابي أو سلبي على لعبة فريد تونشوب في لقاء بكرة طيب أنا كان ليا بس تعليق صغير على الموضوع ده التسريحات بتاعت المدير الفني بتاعهم الحقيقة كانت هو مدرب عنده طموح لكنه مش مغروش هو عن 43 سنة بالزبط مدرب صغير في السن عنده طموح عنده طموح مسك منتخب سرلانت تاجكستاني منتخبات صغيرة لكن 43 سنة فكويس هو كمان في تصرحات والنهاردة يمكن هو اعترف بقيمة وقامة النادي الأهلي مضبوط صحيح جدا وقال النادي الأهلي فريق كبير صحيح وإن أنا ماتش بكرة هلعب على الفوز لكنه لم يقلل أبدا من قيمة النادي الأهلي ولم يقلل أبدا من أداء النادي الأهلي وحتى قال لي اللعبته قال لهم ألعبوا برجوله وحاولوا تكسابوا الماتش وقدامكم لسه الطريق مفتوح أنت عارف أن المجموعة الأربع أربع مجموعة اللي في دور 16 اللي فرقك ولحقت فوز مجموعة الأهلي مجموعة الأهلي يعني المجموعة الثانية والثالثة والربعة يعني فيه فرق فازت وفرق مفازتش يعني المجموعة الثانية الدفاع الحسن الجديدي مفازف ولا مباراة مفازف سانداونز يعني دي مفاجأة مفازف برضو فولا مفازف مفازف ولا مفازف وزيسكو وفريق أوجستو الدول الفريقين اللي الدين برضو وش فوز إنما لما تبص المجموعة النادي الأهلي هتلاقي التراجي فاز والنادي الأهلي فاز وتعونشب فاز وكمبالا سيتي فاز فهي المجموعة دي للأسف لو حسبتها بالحسابات هتقول إن هي واحدة من أصعب المجموعة اللي موجودة طبعا طبعا الكل عنده طموح لغاية النهاردة انت بتلعب في الجودة الرابعة ومفيش أمل مات عن بفرق من الداربعة مزبوط حتى فريق تاونشب عشان كده بقولك هو متمسك بالأمل ومدربه زي ما بقولك مش مغرور ولكن عنده طموح النفس بس إن شاء الله النادي الأهلي قادر إن هو يعد الموقف ده رغم إن فيعتقاء دي هو الموقف صعب طيب تصريح مجيب فاني عايز يزودل حضرتك يعني بيبنان بتكلب على مجيب فاني إنه مش إنه نطموح ومش مغرور لأنه شايف إن هو تصريح بالصراحة مش متزم يعني يقول أي نتيجة سلبية بكرة مش هتأثر علي إحنا كده كده مكمدين وموجودين وابن نتلقى دعم من رئيس النهد هل ده يعني بيشيل الأعباء والضغطات على لعبي فريقه طبعا ولا بلغة الكرة بينيم لعب طبعا طبعا هم الناحيتين يعني اللي انت بلتهم هنا هتين بناحية تانية بيحاول ينايم لعبتين قالي إنه هو مش فارق معك أو كسبان خسراء مش فارق معك لكن في نفس الوقت لكن في نفس الوقت هو بيحمس لعبت برضه بيديهم ثقة إنه لعبه بهدوء وحاول تفسبه هنرجع تاني بقى الموضوع الجمهور اللي كنت حدثك ساعتين عليه خمس تلاف متفرج من اثنين وعشر ألف متفرج هم بكرة طبعين ثمانتاشر ألف ثمانتاشر ألف تذكرت مزبوط وللأسف في لعيبة في النادي الأهلي يمكن ما لعبتش قدام جماهير بالعدد ده طبعا فأنا كنت أتمنى إن الأعداد حتى بتاعت الجماهير تزيد في الفترة اللي جاية ولو في بطولة أفريق على اعتبار إن إحنا بنقابل بناتشات بنلعب ماتشات بره جماهير متحمسة جدا وكتيرة جدا الجماهير دي هيبقى ليها عامل كبير في ماتش بكر إجابي ولا سالبي على النادي الأهلي هيبقى سالبي بالتأكيد لأنهم هكيد هيتفعلوا مع أي هجم لفريقهم لكن برضو خبرات لعيبة الأهلي كبيرة جدا في لعيبة كتير قوي في النادي الأهلي موجودة لعبة قدام عدد كبير من الجماهير وعندها من الثقة وعندها من من الأحساس العالي بالمباراة إن هي تعدي قدام جمهور حتى لو فيه مئة ألف من تفكر لكن أنا كنت عايز أتغلل النقطة دي في إن إحنا نحاول يعني نفتح المساحة شوية لوجود عدد أكبر من الجماهير في منشطة النادي الأهلي الأفريقية على اعتبار إن إحنا بيروح برا النادي الأهلي بيقابل فرق عندها عدد آلافات موجودة في الملعب فيه على الأقل يبقى الكافة متساوي عشان حتى اللعيبة اللي هي في نادي الأهلي ملعبتش بجمهور يبقى عندها استعداد إن هي تبقى عارفة إن هي ممكن برا هتقابل الجماهير كبيرة فترة عودة ممسقها ويبقى هنا برضو عندها جماهير كبيرة بتدعمها في الماتشات طيب يعني هتكلم حالك سريعا على تشكيل نادي الأهلي ونتكلم على غيابة أحمد فتح أكيد هأثر بشكل كبير جدا على نادي الأهلي غيابة أحمد فتح لكن عجب من ذكاء مستر كارترون أنه تم يعني أنه هو يريح أحمد فتح من الرحلة ومن المباراة ويستعيب من محمد أهلي لكن طبعا غير محمد أحمد فتح هيقصة في نادي الأهلي هالحلاك شاهد الموجودة أو التشكيلي لبقى الأعرض الواتشيل يمكن الصورة واضح جدا مستر كارترون من ساعة ممسق النادي الأهلي بان واضح أنه هو فيه لعيبة معينة هو هيعتمد عليها حتى لو فيه تكتيج هيتكتيج ولا فتح الباب لكله فهو بص هو للأسف دي الوقت هو اللي عامل المشكلة هو عامل الأزمة دي أعتقد أنه هو الرجل النفس صرح وقال أن كل اللعيبة عندها الفرصة أنها تشغلك في المباريات وده بيقول أنه هو فتح الباب للناس كلها لكن هو دي الوقت زي ما قلنا والضغوط في الفترة الأخيرة هتخليها لعب نفس التشكيلة وأعتقد أن نفس التشكيلة قادرة على أن هي تحقق تموحاته في المباراة عيبة أحمد فتحي طبعا بالتأكيد هيأثر لكن محمد هاني دايما لعيب راجل لعيب بيأدي دوره بشكل كبير جدا وكمان عنده جرأة هجمية عالية جدا يمكن محمد هاني من العيبة للأسف أحيانا بتبقى فيه لعيب كويس لكن الموجود في ملعب أعلى منه أكثر خبرة وبالتالي جدا في الفترة الأخيرة ده بيقول أن محمد هاني بكرا إن شاء الله قادر إن هو يسد فراغ غياب كابتن أحمد فتحي وأعتقد أن اللي تم مع بعض يبقوا قوة كبيرة موجودة في النادي الأهلي حتى لو تم انتبادل بينهم في الفترة اللي جاية يعني عايزة الحلاك على مقاعد البودلاء خمس لعيبة فقط الموجودين بعد غياب أحمد فتحي ورحيل ميلو جابل لكن هالحلاك شايف أن مقاعد البودلاء دكة البودلاء النادي الأهلي قوية بما فيه ان شاء الله لو حصل أي خلل في الحضار الشر اللاعب اللي موجودين يكون أي واحد موجود على قدر المسئولية طيب خلينا نتكلم على الماتش اللي فات ونقول اللي حصل فيه الماتش اللي فات حصل بعد التغييرات في الفرقة نزل الإسلام وحارب جاب جد صح صح كده طبعا ونزل ميلو جابل صانع جوه عمالت نادي صح كده صح مظمو فإذا ميستر كارتون عارف هو كويس جدا ممكن يحط مين هنا وممكن يدفع بمين هنا فللأسف طبعا ظروف القائمة الأفريقية كنا نعرف عنها آه كلنا نعرف عنها وعندنا المشكلة فيها وكلام دوت واللعيبة اللي صعبتها ومشت والمكانين اللي لسه مش موجودين لكن هو ميستر كارتون أكيد عمل حساباته على اللعيبة اللي تلعب واللعيبة الاهتياطي وهيقدر في أي وقت إن هو يدفع بالتغييرات اللي إن شاء الله تغيره في الشكل المباراة طيب أخذ حضرتك لحكم المباراة ممكن نتكلمنا على جانب الأهلي وجانب فريق بوطسونا نروح لحكم المباراة هو ديفيز أومينو عنده 34 سنة موليد 84 حكم دولي من 2010 لكن حزنا وحش معنا آه يعني إيه بقى الحكاية يعني إيه بقى الحكاية يعني إيه بقى حكم مباراة تقول لي بقى حدك حكم للأهلي هو حكم للأهلي قبل كده في 2016 كان حكم في موش في دولة 32 كان حكم في موش في دولة 32 للأهلي الترافي دعم مباراة وكان فيه برضو على معتكة لي بار وتعادل فيه برضو اللي هذه الأهلي تعادل فيه وهو كمان يعني منتكلم على أنده المصريك أحكم للزمالك والزمالك اتغلب 3-0 وليه واقعة شهيرة كنا عرضنا ونعرضها تاني كده في ماتش بيتا كلاب والهلال السوداني واللعيبة يعني 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 اللعبة للهلال للشرطة أنقذت الحكم المباراة من يعني يعني بصحة من أنيابهم يعني يعني بعد ما صفر المباراة طبعا جري هو جري هو ساب الماتش يعني يعني هو ده الوحيد يعني الوحد بوصق في حقيقة في لعيبة النادي الأهلي وبواصق في قدراتهم بكرة إن شاء الله بس ربنا يستطرح يعني من الحكم دي يعني عشان بس دايما موضوع لأنك تتفائل بحكم ولا تتفائل بحكم آخر فإن شاء الله المبارات عدي على خير بكرة بإذن الله والنادي بأهلي حق المضطوب منها ويكسب بإذن الله هل حلاف شايف ممكن يكون في ضغط جماهيري على الحكم في أحداث المباراة خمس تلاف دول كفاية أنهم يتغطوا على الحكم لا مش يعني ما أعتقدش يعني حكم ستلاف بردو أنت عارف عدد ما بيبقاش كبير يعني عدد قليل وأعتقد أن المفروض أنه حكم أفريكي وحكم بحكم فتوات أفريقية يتعاود على ده ويبقى عنده الشجاع والجرء أنه يحسب كل حاجة بشكل سليم يعني فما أعتقدش أنه بكرة يسببه بالضغط عليه بشكل يخليه يختلف في قراراته أو يعكس في قراراته شايف الأهلي يبدأ زي بكرة بالتكلم ناحية فنية ممكن يبدأ أي ضغط من أول المباراة أو شايف الأهلي ممكن يكون متحفظ وبالتالي يبدأ يمشي واحد واحدة مع سناري المباراة لا الثانية طبعا الحديث تقولها لو لا يمشي واحد واحدة مع سناري المباراة لأن هو الأهلي يمكن وضحت خطة مستر كالتيرون في الماتش اللي فات أنهو بيدغط في كل حتة في المرعة وأعتقد أن دي الطريقة اللي معظم فرق العالم النكحة بتلعب فيها دلوقتي يعني حتى شفنا كرواتيا كانت وصلت نهاية كاس العالم بسبب الضغط من كل جزء المباراة النهاردة أنت ما بتخلقش مساحات للفرق اللي قدامك بتقدر تتحكم وتستحوز يمكن بكرة الهدف والأساس من المباراة أنك بتعرف إزاي تستحوز على القرى لو قدرت تستحوز على القرى بشكل كبير جدا أعتقد أن دي بقى سعيد هتقدر تحقق اللي أنت عايزه فميستر كاترون هو طريقته بيبقى ضغط لكن مش ضغطه هجوم النهاردة أنت بتلعب برة وعارف أن الفرير قدامك متحفز وعارف أن الفرير قدامك بيلعب وسط جمهوره وعلى أرض وعايز يفوز فبتدأ أنت تهدى في الأول وتمسك الكرة ومن هنا تبدأ السقة موجودة بين الأقب وتبدأ أنت بعد كده تشين هجماتك وتسجل في المطش تعليقك على موقف الأوتوبيس لو حدك كنتش تابع طبعا عارف طبعا يعني تعليقك يعني شايف هل ده كان مقصود ولا ممكن ظروف أو ظرف حالة فردية حصلت أنا بكلم ليه كده ميستر كاترون كان ليه تعليق قال لما كنت بدرب منتخب مالي وكان عندنا تصويرات أنه منتخب بطسوانة حصل نفس الموقف بزرد شاكلون بيكرره مع لعبة معا بيكرر واضحة العبسة نستر كارتروبش بالأهلي طبعا موضوع الحفيالة حتى محدش لسه حد النهاردة وضح الأسباب يعني زي مثلا الفاس يجي يجي يجيب اللعيبة وبعد كده يسميهم ويمشي يعني أتمنى أنه هو طلع كل حاجة خاصة باللعيبة من كور ومعدات وأحزية وغير وغير وحطتها برا ومشي وليجي قال له أنك عندي مشكلة في الكاوتش أو كنت بقى بالحاجة في الأوتوبيس بالزبط لا طبعا أعتقد أنه تصرف فردي لأن من ساعة ما راحت البحث هنا يكون أخبار اللي بتيجي بيسؤول نادي الأهلي بالزبط نادي الأهلي يتعامل معاملة كويسة جدا هم الناس هنا كمان تعاملوا معاملة نادي الأهلي عملهم بحترام شديد جدا وبتأدير كبير جدا فأعتقد أنها أكبرت أكيد وقع فردية يعني مش وقع مسؤول هل المجموعة ما خدمتش النادي الأهلي لما هيلعب مباراتين خارج ملعبه المبارات اللي هيلعبه بكرة إن شاء الله وبعدها الترجي في الترجي لا هي صعوبتها بس أن أنت هتقابل الترجي يعني لو كنت هتقابل فريق تاني أعتقد كان بتبقى المسألة أهدا شوية طب هل ملعب رادس بالنسبة للأهلي هو ملعبه ووسط جمهوره فالخير طبعا يعني على طوب بطلقنا طبعا يعني فالخير في طولة 2006 وطولة 2012 والماتش اللي فات كان في طولة 2016 يعني أما النادي الأهلي غالب هناك اتنوحكم متعالدين هنا 2-2 ورايحين هناك في رادس غالبنا غالبنا الترجي 2-1 كان الهداف كان التعالي معلول وجينيور أجهية على معتفل لا وفي مباراة لأهلي لعب قداما الأفريقي التنسي أو النجل الساحلي طبعا الأفريقي الأفريقي فيه مباراة أفريقي اللي خلص بدربات الجزاء وكانت 2006 كانت توقيتها من السفاكسي على ملعب بطولة كانت تقريبا 2015 أو 2016 2015 الأهلي لما كسب بدربات الجزاء قدام الأفريقي التنسي قدام أفريقي التنسي ملعب رادس طبعا هي بس المشكلة في إيه أن أنت رايح للترجي اللي هو بيعتبر المرشح الأول للتقاكل في زل الظروف الحالية يعني في الظروف طبعية النادي الأهلي هو المرشح الأول للتقاكل في زل الظروف الحالية الترجي هو المرشح فهي المشكلة بس أن أنت رايح تلعب تاونشوب وبعد كده هتروح تلعب الترجي لكن برضو عندنا حاجة كويسة نحن إن شاء أضرمتش الأخير مع كنبالا هيبقى على عرضنا هنا يعني بإذن الله أي نتيجة التي تتمناها لمباراة الترجي وكنبالا هي تكون قبل مباراة الأهلي الترجي بالساعة 3 بتعادل التعادل كابتن أمين عربي كان موجود معايا وقال أن أنا أي نتيجة بالنسبة لي صحيح النادي الأهلي أنا كنت قلت له على شايف أن فوز الترجي أو تعادل أو تعادل الترجي هيكون أحسن بكتير التعادل لأن إنت لو كسبت بكرة النهاردة الترجي عنده سبعة سبعة بونت لو تعادل بكرة متش ترجي أنت مش تحت قوي ولا هو فوق قوي منكم بعض نقطة فأنت شاء الله اللي كنت على المكسب خلاص بتعديه بتبقى أنت الأول بتاع المجموعة في حين كامبالا لو خد نقطة هي بأربعة فبرضو هتبقى أنت لسه بالنركب المجموعة وكمان عنده مطش اللي جاي كامبالا فمطش سهل بزاعة بزاعة فلو نفسارد أنه تعادل أنا شايف من وجهة نظري أن تعادل الأفضل نتيجة مستر كارتلوم يعمله وإن شاء الله يتم على خير والأهل يقدر أنه يفوز بالمبارة أولا هدوء عدم التأثير بالأجواء الخارجية في الملعب التنظيم الجايد في الدفاع عدم الانسياق أو الاستفزاز من قرارات الحكم لأن أنت عارف دايماً بيبقى عندك مشكلة أو عندك أزمة لو حكم لقدر الله لعيب بيعترض عليه ولا حاجة أو كلام دوت فممكن يطلع له كارت أصفار فكرة أحنافية عملية أنا مشكلة كبيرة فلازم الموضوع يبقى فيه هدوء في الملعب امتلاف الكرة لازم يبقى فيه تمرير كتير جداً شاف نص الملعب بالسلائي وقصان عشور هم دول مفتاح الفوز ومفتاح الفوز مع عجلين الأجياء بالكرات بتاعته مع سرعة أزار أعتقد أن هم دول العناصر المؤثرة اللي تخل نادي أهلي يكسب بكرة إن شاء الله سستاري شرفرين وطي طبعاً وجودك معي نقد رادي بالجمهورية وأكيد طبعاً يعني اتكلمنا على كل ما يخص النادي الأهلي وإن شاء الله كل التوفيق بكرة للنادي شكراً جزيلاً طبعاً يعني كنا محضر لكم في الأهلي في كل مكان كنا موجودين في أولى الفقرات مع محمد سعيد من بطسوانة وكان على الهواء مباشرة واتكلم معنا على الموقف الخاص بالنادي الأهلي وتعرض على البيعثة لمغادرة الأوتوبيس الخاص بنقل اللعبة من فندق الإقامة وحتى ملعب التدريب والعجس وبعدها كان معايا نجوم النادي الأهلي الكابتن فوزي اسخوتي وكابتن مينو عربي وكان لنا بشكل فني كبير عن مباراة بكرة وآخر استعدادات النادي لأهلي والتشكيل المطاقة أخيراً كان معايا أستاذ طارق حواظ ونقد أراضي بالجمهورية وكان لنا معايا أيضاً صعبة لكن في نفس الوقت لو أهلي قدر يفوز تبقى إن شاء الله نقطة انطلاقة كبيرة جداً في البطولة الأفريقية نحن عارفين بطولة 2013 كان فيها نفس الظروف ونفس الصعبات وبالتالي إن شاء الله ربنا يكرم وتتكرر هي هي وليقدر النفوز بالبطولة الأفريقية بعد مخلص معا حضراتكم أختم هيكون موجود لقاء مطول مع الكابتن محمد يوسف مع محمد سعيد من بسوان هيتكلم بشكل عام عن النادي الأهلي ومباراة بكرة وأتكلم بشكل عام عن أحوال الفريق في الفترة القادمة وآخر استعدادات النادي الأهلي لبطولة الدوري العام يوم الخميس القدم إن شاء الله أمام نادية الإسماعيل كل شكر لكم ونشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي ومكان تصبحوا ومكان تصبحوا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته